بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني وهذا هو الشريط الاول منه الناشر المطبع العصرية صيدا بيروت الطبعة الثالثة عشرة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة والف هجرية ثمان وسبعين وتسعمائة والف ميلادية يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبدالله الحسيني هلال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الاولى حمدا لمن بيده زمام الامور يصرفها على النحو الذي يريده فهو الفعال لما يريد اذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون سبحانه قد برئ كلامه من لفظ وحرف وتقدست اسماءه وجلت صفاته وكانت افعاله عيون الحكمة وصلاة وسلام على النبي العربي الامي افصح من نطق بالضاب محمد عبده ورسوله وعلى آله واخوانه من الرسل والانبياء مصابيح الهدى واعلام النجاة ومن نحى نحوهم واقتدى بهداهم وبعد فلما رأينا الحاجة ماسة الى وضع كتب في العلوم العربية سهلة الاسلوب واضحة المعاني تقرب القواعد من افهام المتعلمين وطبع العناء عن المعلمين عمدنا الى تأليف الدروس العربية فاصدرنا منه اربعة كتب للمدارس الابتدائية وثلاثة كتب للمدارس الثانوية فراجت رواجا عظيما وتقبلها الاساتذة بقبول حسن وقد اعدنا طبعها مرات ثم اصدرنا جامع الدروس العربية في ثلاثة اجزاء جمعت من قواعد الصرف والنحو ما لا يسع الاديب جهله ومن يريد بعض التوسع في القواعد العربية لانه يجتمل على ما تدعو اليه حاجتهما من قواعد وفوائد فجاء كتابا جامعا صحيحا فيه الكفاية للأدباء ودور المعلمين وطلاب الصفوف العالية وقد عانينا في تأليفه وترتيبه ثم في اصلاحه وتهذيبه ونحتسبه عند الله في خدمة هذه اللغة الشريفة العلوية وطلائها مباحث هذا الكتاب ويشتمل هذا الكتاب باجزائه الثلاثة على مقدمة واثني عشر بابا وخاتمة المقدمة في مباحث مختلفة الباب الأول في الفعل وأقسامه الباب الثاني في لسم وأقسامه وهي مباحث الجزء الأول الباب الثالث في تصريف الأفعال الباب الرابع في تصريف الأسماء الباب الخامس في التصريف المشترك بين الأسماء والأفعال الباب السادس في مباحث الفعل الإعرابية الباب السابع في مباحث الاسم الإعرابية الباب الثامن في مرفوعات الأسماء وهي مباحث الجزء الثاني الباب التاسع في منصوبات الأسماء الباب العاشر في مجرورات الأسماء الباب الحادي عشر في التوابع وإعرابها الباب الثاني عشر في حروف المعاني الخاتمة في مباحث إعرابية متفرقة وهي مباحث الجزء الثالث وكان تأليفه بأجزائه الثلاثة في مدينة بيروت الشام مسقط رأسي ومنشأي سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة وسنة إثنتي عشرة وتسعمائة وألف للميلاد جعل الله عملنا هذا خالصا لوجهه إنه ولي التوفيق الغلايين بيروت المقدمة وهي تشتمل على خمسة فصول واحد اللغة العربية وعلومها اللغة الفاغ يؤبر بها كل قوم عن مقاصدهم واللغة كثيرة وهي مختلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث المعنى أي أن المعنى الواحد الذي يخالج دمائر الناس واحد ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الآخرين واللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم العلوم العربية لما خشي أهل العربية من ضيائها بعد أن اختلطوا بالأعاجم دونوها في المعاجم القواميس وأصلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ وتسمى هذه الأصول العلوم العربية فالعلوم العربية هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ وهي ثلاثة عشر علما الصرف والإعراض ويجمعهما اسم النحوة والرسم والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وقرض الشعر والإنشاء والخفابة وتاريخ الأدب ومتن اللغة وأهم هذه العلوم الصرف والإعراض الصرف والإعراض للكلمات العربية حالتان حالة إفراد وحالة تركيب فالبحث عنها وهي مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو من موضوع ألم الصرف والبحث عنها وهي مركبة ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رفع أو نصب أو جر أو جز أو بقاء على حالة واحدة دون تغير هو من موضوع علم الإعراض فالصرف علم بأصول تغرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراض ولا بناء فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لها من تصريف وإعلال وإضغام وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة وموضوعه الاسم المتمكن أي المعرب والفعل المتصرف فلا يبحث عن الأسماء المبنية ولا عن الأفعال الجامدة ولا عن الحروف وقد كان قديما جزءا من علم النحو وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة والصرف من أهم العلوم العربية لأن عليه المعولة في ضبط صيغ الكلم ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة ومعرفة ما يعتر الكلمات من إعلال أو إضغام أو إبدال وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين الذين لا حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع والإعراب وهو ما يعرف اليوم بالنحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداد العربية عنوان اثنان الكلمة وأقسامها الصفحة السادسة الكلمة لفظ يدل على معنى مفرد وهي ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف الاسم الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان كخالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وما وعلامته أن يصح الإخبار عنه كالتاء من كتبت والألف من كتب والواوي من كتب أو يقبل أل كالرجل أو التنوين كفرس أو حرف النداء كيا أيها الناس أو حرف الجر تعتمد على من تثق به التنوين التنوين نوم ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا وهو ثلاثة أقسام الأول تنوين التنكين وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كرجل وكتاب ولذلك يسمى تنوين الصرف أيضا الثاني تنوين التنكين وهو ما يلحق بعض الأسماء المدنية كاسم الفعل والعلم المختوم بويه فرقا بين المعرفة منهما والنكرة فما نونا كان نكرة وما لم ينون كان معرفة مثل صه وصه ومه 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 وإيه وإيه ومثل مررت بشيبويه وشيبويه آخر أي رجل آخر مسمى بهذا الاسم فالأول معرفة والآخر نكرة لتنوينه وإذا قلت صه فإنما تطلب إلى مخاطبك أن يسكت عن حديثه الذي هو فيه وإذا قلت له ما فأن تطلب إليه أن يكف عما هو فيه وإذا قلت له إيه فأنت تطلب منه الاستزادة من حديثه الذي يحدثك إياه ثم إن قلت له صه ومه وإيه بالتنوين فإنما تطلب منه السقوط عن كل حديث والكفة عن كل شيء والاستزادة من حديث أي حديث الثالث تنوين العوض وهو إما أن يكون عوضا عن مفرد وهو ما يلحق كلا وبعضا وأيا عوضا عما تضاف إليه نحو كل يموت أي كل إنسان ومنه قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى وإما أن يكون عوضا من جملة وهو ما يلحق إذ عوضا من جملة تكون بعدها كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون أي حينئذ بلغت الروح الحقوم وإما أن يكون عوضا عن حرف وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف في حالتي الرفع والجر عوضا عن آخرها المحذوف تجوار وغواش وعواد وأعيم تصغير أعمى وراج على ممرأة ونحوها من كل منقوص ممنوع من الصرف فتنوينها ليس تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنها ممنوعة منه وإنما هو عوض من الياء المحذوفة والأصل جوار وغواش وعوادي وأعيمي وراجي أما في حالة النصب فترد الياء وتنصب بلا تنوين نحو دفعت عنك عوادي أكرمت أعيمي فقيرا علمت الفتاة راجية الفعل الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان كجاء ويجيء وجد وعلامته أن يقبل قد أو السين أو سوف أو تاء التأميث الساكنة أو ضمير الفاعل أو نون التوكيد مثل قد قام قد يقوم ستذهب سوف نذهب قامت قمت قمت لا يكتبن لا يكتبن اكتبن اكتبن الحرف الحرف ما دل على معنى في غيره مثل هل في لم على وإن ومن وليس له علامة يتميز بها كمال الاسم والفعل وهو ثلاثة أقسام حرف مختص بالاسم كحروف الجر والأحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر وحرف مختص بالفعل كحروف النصب وحروف الجزم وبعض أدوات الشر وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال كحروف العطف وحرفي الاستفهام عنوان اثنان المركبات وأنواعها وإعرابها الصفحة العاشرة المركب قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة سواء أكانت الفائدة تامة مثل النجاة في الصدق أما قصة مثل نور الشمس الإنسانية الفاضلة إن تتكن عملك والمركب ستة أنواع إسنادي وإضافي وبياني وعطفي ومسجي وعددي واحد المركب الإسنادي أو الجملة الإسناد هو الحكم بشيء على شيء كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك زهير مجتهد والمحكوم به يسمى مسندا والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه فالمسند ما حكمت به على شيء والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء والمركب الإسنادي ويسمى جملة أيضا ما تألف من مسند ومسند إليه نحو الحلم زين يفلح المجتهد فالعلم مسند إليه لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به والزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت عليه به وقد أسندت الفلاح إلى المجتهد فيفلح مسند والمجتهد مسند إليه والمسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ واسم الفعل الناقص واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس واسم إنا وأخواتها واسم لا النافية للجنس فالفاعل مثل جاء الحق وزهق الباطل ونائب الفاعل مثل يعاقب العاصون ويثاب الطائعون والمبتدأ مثل الصبر مفتاح الفرج واسم الفعل الناقص مثل وكان الله عليما حكيما واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس مثل ما زهير كسولا تعز فلا شيء على الأرض باقيا لا تساعة من دمي إن أحد خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح واسم إنا مثل إن الله عليم بغاة الصدور واسم لا النافية للجنس مثل لا إله إلا الله والمسند هو الفعل واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الماقص وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إنا وأخواتها وهو يكون فعلا مثل قد أفلح المؤمنون وصفة مشتقة من الفعل مثل الحق أبلج واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة مثل الحق نور والقائم به أسد والتأويل الحق مضيء كالنور والقائم به شجاع كالأسد وسيأتي الكلام على حكم المسند والمسند إليه في الإعراب في الكلام على الخلاصة الإعرابية الكلام الكلام هو الجملة المفيدة معنا تاما مكتفيا بنفسه مثل رأس الحكمة مخافة الله فاز المتقون من صدق نجاء فإن لم تفد الجملة معنا تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما مثل إن تجتهد في عملك فهذه الجملة ناقصة الإفادة لأن جواب الشرط فيها غير مذكور وغير معلوم فلا تسمى كلاما فإن ذكرت الجواب فقلت إن تجتهد في عملك تنجح صار كلاما اثنان المركب الإضافي ما تركب من المضافي والمضافي إليه مثل كتاب التلميذ خاتم فضة صوم النهار وحكم الجزء الثاني منه أنه مجرور أبدا كما رأيت ثلاثة المركب البياني المركب البياني كل كلمتين كانت ثانيتهما موبحة معنى الأولى وهو ثلاثة أقسام مركب وصفي وهو ما يتألف من الصفة والموصوف مثل فاز التلميذ المجتهد أكرمت التلميذ المجتهد طابت أخلاق التلميذ المجتهد ومركب توكدي وهو ما تألف من المؤكد والمؤكد مثل جاء القوم كلهم أكرمت القوم كلهم أحسنت إلى القوم كلهم ومركب بدلي وهو ما تألف من البدلي والمبدل منه مثل جاء خليل أخوك رأيت خليلا أخاك مررت بخليل أخيك وحكم الجزء الثاني من المركب البياني أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت أربع المركب العطفي المركب العطفي ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما مثل ينال التلميذ والتلميذة الحمد والثماء إذا فابر على الدرس والاجتهاد وحكم ما بعد حرف العطفي أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت خمسة المركب المسجي المركب المسجي كل كلمتين ركبتا وجعلتا كلمة واحدة مثل بعلبك بيت لح حضر موت سيبوي صباح مساء شهر مذر وإن كان المركب المسجي علما يعرب إعراب ما لا ينصرف مثل بعلبك بلدة طيبة الهواء سكنت بيت لحم سافرت إلى حضر موت إلا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة وي فإنها تكون مبنية على الكسر دائما مثل سيبويه عالم كبير رأيت سيبويه عالما كبيرا قرأت كتاب سيبويه وإن كان غير علم كان مبني الجزئين على الفتحة مثل زرني صباح مساء أنت جاري بيت بيت ستة المركب العددي المركب العددي من المركبات المزجية وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر أما 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 واحد وعشرون إلى تسعة وتسعين فليست من المركبات العددية لأن حرف العطف مذكور بل هي من المركبات العطفية ويجب ويجب فتح جزئي المركب العددي سواء أكان مرفوعا مثل جاء أحد عشر رجلا أما منصوبا مثل رأيت أحد عشر كوكبا أما جرورا مثل أحسنت إلى أحد عشر فقيرا ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئي مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا محلا إلا اثني عشر فالجزء الأول يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا مثل جاء أثنى عشر رجلا وبالياء نصبا وجرا مثل أكرمت اثنتي عشرة فقيرة باثني عشر درهما والجزء الثاني مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب فهو بمنزلة النون من المثنى وما كان من العدد على وزن خائل مركبا من العشرة كالحادي عشر إلى التاسع عشر فهو مبني أيضا على فتح الجزئين نحو جاء الرابع عشر رأيت الرابعة عشرة مررت بالخامس عشر إلا ما كان جزءه الأول منتهيا بياء فيكون الجزء الأول منه مبنيا على السكون نحو جاء الحادي عشر والثاني عشرة ورأيت الحادي عشرة والثاني عشرة ومررت بالحادي عشرة والثاني عشرة انتهى الوجه الأول حكم العدد مع المعدود إن كان العدد واحدا أو اثنين فحكمه أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث فتقول رجل واحد وامرأة واحدة ورجلان اثنان وامرأتان اثنتان وأحد مثل واحد فتقول أحد الرجال إحدى النساء وإن كان من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث فتقول ثلاثة رجال وثلاثة أقلام وثلاث نساء وثلاث أيد إلا إن كانت العشرة مركبة فهي على وفق المعدود تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة وإن كان العدد على وزن فاعل جاء على وفق المعدود مفردا ومركبا تقول الباب الرابع والباب الرابع عشر الصفحة العاشرة والصفحة التاسعة عشرة وشين العشرة والعشر مفتوحة مع المعدود المذكر وساكنة مع المعدود المؤنث تقول عشرة رجال وأحد عشرة رجلا وعشر نساء وإحدى عشرة امرأة عنوان أربع الإعراب والبناء الصفحة السادسة عشرة إذا انتظمت الكلمات في الجملة فمنها ما يتغير آخره باختلاف مركزه فيها لاختلاف العوامل التي تسبقه ومنها ما لا يتغير آخره وإن اختلفت العوامل التي تتقدم فالأول يسمى معربا والثاني مبنيا والتغير بالعامل يسمى إعرابا وعدم التغير بالعامل يسمى بناءا فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وإن اختلفت العوامل التي تسبقها فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة المغرب والمبني المغرب ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه كالسماء والأرض والرجل ويكتبه والمغربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة وجميع الأسماء إلا قليلا منها والمبني ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تتقدمه كهذه وأين ومن وكتب واكتب والمبنيات هي جميع الحروف والماضي والأمر دائما والمضارع المتصلة به إحدى نون التوكيد أو نون النسوة وبعض الأسماء والأصل في الحروف والأفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراض أنواع البناء المبني إما أن يلازم آخره السكون مثل اكتب ولم أو الضمة مثل حيثوا وكتبوا أو الفتحة مثل كتب وأين أو الكثرة مثل هؤلاء والباء من بسم الله وحين إذن يقال إنه مبني على السكون أو على الضم أو الفتح أو الكثرة فأنواع البناء أربعة السكون والضم والفتح والكثرة وتتوقف معرفة ما تبنى عليه الأسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين فإن منها ما يبنى على الضم ومنها ما يبنى على الفتح ومنها ما يبنى على الكثرة ومنها ما يبنى على السكون ولكن ليس لمعارفة ذلك ضابط أنواع الإعراب أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم مثل يكتب لن يكتب لم يكتب والإسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر مثل العلم نافع ورأيت العلم نافعا واشتغلت بالعلم النافع نعلم من ذلك أن الرفع والنصب يكونان في الفعل والإسم المعربين وأن الجزم مختص بالفعل المعرب والجر مختص بالاسم المعرب علامات الإعراب علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف فالحركات ثلاث الضمة والفتحة والكثرة والأحرف أربعة الألف والنون والواو والياء والحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون وإما قطع الآخر وإما قطع النون واحد علامات الرفع للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون والضمة هي الأصل مثال ذلك يحب الصابق أفلح المؤمنون لينفق ذو ساعة من ساعته يكرم التلميذان المجتهدان تنطقون للصدق اثنان علامات النصب للنصب خمس علامات الفتحة والألف والياء والكثرة وحرف النون والفتحة هي الأصل مثال ذلك جانب الشر فتسلم أعطي ذا الحق حقه يحب الله المتقين كان أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين أكرم الفتيات المجتهدات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثلاثة علامات الجر لجر ثلاث عنامات الكثرة والياء والفتحة والكثرة هي الأصل مثال ذلك تمسك بالفضائل أطع أمر أبيك المرء بأصغريه قلبه ولسانه تقرب من الصادقين ومأ عن الكاظبين ليس فاعل الخير بأفضل من الساعفين أربعة علامات الجزم للجزم ثلاث علامات السكون وحذف الآخر وحذف النون والسكون هو الأصل مثال ذلك من يفعل خيرا يجد خيرا ومن يزرع شرا يجني شرا افعل الخيرا تلقى الخيرا لا تدعو إلا الله قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا المعرب بالحركة والمعرب بالحر المعربات قسمان قسم يُعرب بالحركات وقسم يُعرب بالحروف فالمعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المبارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجرب الكسرة وتجزم بالسكون إلا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يُجر بالفتحة نحو صلى الله على إبراهيم وجمع المؤنث السالم فإنه يُنصب بالكسرة نحو أكرمت المجتهدات والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يُجزم بحظف آخره نحو لم يخشى ولم يمشي ولم يغزو والمعرب بالحروف أربعة أنواع أيضا المثمى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة والأسماء الستة وهي أبو وأخو وحمو وفو وهو والأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره ضمير تثنية أو ووجمع أوياء المؤنثة المخاطبة مثل يذهبان وتذهبان ويذهبون وتذهبون وتذهبينا وسيأتي شرح ذلك كله مفصلا في الكلام على إعراب الأفعال والأسماء أقسام الإعراب أقسام الإعراب ثلاثة لفظي وتقديري ومحلي الإعراب اللفظي الإعراب اللفظي أثر ظاهر في آخر الكلمة يجلبه العامل وهو يكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر مثل يكرم الأستاذ المزتهداء الإعراب التقديري الإعراب التقديري أثر غير ظاهر على آخر الكلمة يجلبه العامل فتكون الحركة مقدرة لأنها غير ملحوظة وهو يكون في الكلمات المعربة المعتلة الآخر بالألف أو الواو أو الياء وفي المضاف إلى ياء المتكلم وفي المحكي إن لم يكن جملة وفيما يسمى به من الكلمات المبنية أو الجمل تعراب المعتل الآخر الألف تقدر عليها الحركات الثلاث للتعذر نحو يهوى الفتى الهدى للعلا أما في حالة الجزم فتحذف الألف للجازم نحو لم نخشى إلا الله ومعنى التعذر أنه لا يستطاع أبدا إظهار علامات الإعراب والواو والياء تقدر عليهم الضمة والكسرة لثقل نفل يقضي القاضي على الجاني ويدعو الداعي إلى النادي أما حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها مثل لم أعصي القاضية ولم أدعو إلى غير الحق وأما في حالة الجزم فالواو والياء تحذفاني بسبب الجازم مثل لم أقضي بغير الحق ولا تدعو إلا الله ومعنى الثقل أن ظهور الضمة والكسرة على الواو والياء ممكن فتقول يقضي القاضي على الجاني ويدعو الداعي إلى النادي لكن ذلك ثقيل مستبشع فلهذا تحذفان وتقدران أي تكونان ملحوظتين في الذهن أعراب المضاف إلى ياء المتكلم يغرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا أو موقوسا أو مثنا أو جمع مذكر سالما في حالتي الرفع والنصب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة مثل ربي الله أطعت ربي أما في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره على الأطح نحو لذنت طاعة ربي هذا رأي جماعة من المعققين منهم ابن مالي والجمهور على أنه مرم في حالة الجر أيضا بكسرة مقدرة على آخره لأنهم يرون أن الكسرة الموجودة ليست علامة الجر وإنما هي الكسرة التي اقتضتها ياء المتكلم عند اتصالها بالإسم وكسرة الجر مقدرة ولا باعي إلى هذا التكلف فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا فإن ألفه تبقى على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف كما كان يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم فتقول هذه عصايا وأمسكت عصايا وتوكأت على عصايا وإن كان منقوصا تضغم ياءه في ياء المتكلم ويعرب في حالة النصب بفتحة مقدرة على ياءه يمنع من ظهورها سكون الإضغام فتقول وحمدت الله معطي الرزق ويعرب في حالتي الرفع والذر بضمة أو كسرة مقدرتين على ياءه يمنع من ظهورهما الثقل أولا وسكون الإضغام ثانيا فتقول الله معطية الرزق وشكرت لمعطية الرزق ويرى بعض المحققين أما المانع من ظهور الضمة والكسرة على المنقوس المضاف إلى ياء المتكلم إنما هو ثكون الإضغام كما هو الحال وهو منصوب قال الصبان في باب المضاف إلى ياء المتكلم عند قول الشارح هذا رامية فرامية مرفوع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإضغام لا لاستثقال كما هو الحال في غير هذه الحالة لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال وهو الإضغام وإن كان مثنى تبقى ألفه على حالها مثل هذان كتابايا وأما فتضغم فياء المتكلم مثل علمت ولدي وإن كان جمع مذكر تالما تقلب وهو يهن وتضغم فياء المتكلم مثل معلمية يحبون أدبي وأما ياءه فتضغم فياء المتكلم أيضا مثل أكرمت معلمية ويعرب المثمى وجمع المذكر السالم المضافان إلي المتكلم بالحروف كما كان يعربان قبل الإضافة إليها كما رأيت يعرب المحكي الحكاية إيراد اللفظ على ما تسمع وهي إما حكاية كلمة أو حكاية جملة وكلاهما يحكي على لفظه إلا أن يكون لحما فتتعين الحكاية بالمعنى مع التنبيه على اللحم فحكاية الكلمة كأن يقال كتبت يعلم أي كتبت هذه الكلمة فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازل وهو هنا محكي فيكون مفؤولا به لكتبته ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية وإذا قلت كتب فعل ماض فكتب هنا محكية وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية وإذا قيل لك أعرب سعيدا من قولك رأيت سعيدا فتقول سعيدا مفؤول به يحكى اللفو وتأتي به منصوبا مع أن سعيدا في كلامك واقع مبتدأ وخبره قولك مفعول به إلا أنه مرفوع بضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها حركة الحكاية أي حكايتك اللفو الواقع في الكلام كما هو واقع وقد يحكى العلم بعد من الاستفهامية إن لم يسبق بحرف عطف كان تقول لا رأيت خالدا فيقول القائل من خالدا فإن سبقه حرف عطف لم تجز حكايته بل تقول ومن خالد وحكاية الجملة كأن تقول قلت لا إله إلا الله سمعت حي على الصلاة قرأت قل هو الله أحد كتبت استقم كما أمرت فهذه الجمل محكية ومحلها النصب بالفعل قبلها فإعرابها محلي وحكم الجملة أن تكون مبنية فإن سلط عليها عامل كان محلها الرفع أو النصب أو الجر على حسب العوامل وإلا كانت لا محل لها من الإعراب إعراب المسمى به إن سميت بكلمة مبنية أبقيتها على حالها وكان إعرابها مقدرا في الأحوال الثلاثة فلو سميت رجلا ربا أو من أو حيث قلت جاء ربا أكرمت حيث أحسنت إلى من فحركات الإعراب مقدرة على أواخرها منع من ظهورها حركة البناء الأصلي وكذا إن سميت بجملة كتأبط شرا وجاد الحق لم تغيرها للإعراب الطارئ فتقول جاء تأبط شرا أكرمت جاد الحق ويكون الإعراب الطارئ مقدرا منع من ظهوره منع من ظهور حركته حركة الإعراب الأصلي الإعراب المحلي الإعراب المحلي تغير نأتباري بسهب العامل فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا وهو يكون في الكلمات المبنية مثل جاء هؤلاء التنانيذ أكرمت من تعلم وأحسنت إلى الذين اجتهدوا لم ينجحن الكسلان ويقوم أيضا في الجمل المحكية وقد سبق الكلام عليها فالمدني لا تظهر على آخره حركات الإعراب لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة فإن وقع أحد المبنيات موقع مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم فيكون رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباريا ويسمى إعرابه إعرابا محليا أي باعتبار أنه حل محل مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم ويقال إنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلا أي بالنظر إلى محله في جملة بحيث لو حل محله مورب لكان مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوما والحروف وفعل الأمر والفعل الماضي الذي لم تسبقه أداة شرط جازمة وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات لا يتغير آخرها لفظا ولا تقديرا ولا محلا لذلك يقال إنها لا محل لها من الإعراب أما المضارع فإعرابه محلي رفعا ونصبا وجزما مثل هل يكتبنا وهل يكتبنا والله لم يكتبنا ولم يكتبنا ولم تكتبنا ولم يكتبنا وأما الماضي المسبوق بأداة شرط جازمة فهو مجزوم بها محلا مثل إن اجتهد علي أكرمه معلم عنوان خمسة الخلاصة الإعرابية الصفحة السادسة والعشرون الكلمة الإعرابية أربعة أقسام مسند ومسند إليه وفضلة وأداة وقد سبق شرح المسند والمسند إليه ويسمى كل منهما عمدة لأنه ركن الكلام فلا يستغنى عنه بحال من الأحوال ولا تتم الجملة بدونه ومثالهما الصدق أمانة والمسند إليه لا يكون إلا اسم والمسند يكون اسما مثل نافع من قولك العلم نافع واسم فعل مثل هيهات المذار وفعلا مثل جاء الحق وزهق الباطل إعراب المسند إليه حكم المسند إليه أن يكون مرفوعا دائما حيثما وقع مثل هذا المجتهد الحق منصور كان عمر عادلا إلا إن وقع بعد إن أو إحدى أخواتها فحكمه حينئذ أنه منصوب مثل إن عمر عادل أعراب المسند حكم المسند إن كان اسما أن يكون مرفوعا أيضا مثل السابق فائز إن الحق غالب إلا إن وقع بعد كان أو إحدى أخواتها فحكمه النصب مثل كان علي باب مدينة العلم وإن كان المسند فعلا فإن كان ماضيا فهو مبني على الفتح أبدا كانتصر إلا إذا لحقت هو أو الجماعة فيبنى على الضم كانتصر أو ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون كانتصرت وانتصرتم وانتصرنا وإن كان مبارعا فهو مرفوع أبدا كينصر إلا إذا سبقه ناصب فينصب نحو لن تبلغ المجد إلا بالجد أو جازم فيجزم نحو لم يلد ولم يولد وإن اتصلت به إحدى نون التوكيد بني على الفتحة كيجتهدن ويجتهدن أو نون النسوة بني على السكون كالفتيات يجتهدن وإن كان أمرا فهو مبني على السكون أبدا ككتب إلا إن كان معتل الآخر فيبنى على حرف آخره كسع ودع ومشي أو كان متصلا بألف الاثنين أو والجماعة أو ياء المخاطبة فيبنى على حرف النون ككتب واكتب واكتبي أو كان متصلا بإحدى نون التوكيد فيبنى على الفتح ككتبن واكتبن انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب الفضلة وإعرابها الفضلة هي اسم يذكر لتتميم معنى الجملة وليس أحد ركنيها أي ليس مسندا ولا مسندا إليه كالناس من قولك أرشد الأنبياء الناس فأرشد مسند والأنبياء مسند إليه والناس فضلة لأنه ليس مسندا ولا مسندا إليه وإنما أتي به لتتميم معنى الجملة وسميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه فالفضل في اللغة معناه الزيادة وحكمها أنها منصوبة دائما حيثما وقعت مثل يحترم الناس العلماء أحسنت إحسانا طلعت الشمس صافية جاء التلاميذ إلا عليا سافرت يوم الخميس جلست أمام المنبر وقف الناس احتراما للعلماء إلا إذا وقعت بعد حرف الجر أو بعد المضاف فحكمها أن تكون مجرورة مثل كتكتب القلم قرأت كتب التاريخ وما جاز أن يكون عمدة وفضلة جاز رفعه ونصبه كالمستثنى في كلام منفي ذكر فيه المستثنى من نحو ما جاء أحد إلا سعيد وإلا سعيدا فإن راعيت المعمى رفعت ما بعد إلا لوجود الإسناد لأن عدم المجيء إن أسند إلى أحد فالمجيء مسند إلى سعيد وثابت له وإن رعيت اللفظ مصدته لأنه في اللفظ فضلة لاستفاء جملة المسند والمسند إليه فإن ذكر المستثنى منه والكلام مثبت مصب ما بعد إلا حتما لأنه فضلة لفظ ومعنى نحو جاء القوم إلا سعيدا وإن حذف المستثنى منه من الكلام رفع في نسل ما جاء إلا سعيد لأنه مسند إليه ونصب في نسل ما رأيت إلا سعيدا لأنه فضلة وخفض في نسل ما مررت إلا بسعيد لوقوعه بعد حرف الجر الأبات وحكمها الأدات كلمة تكون رابطة بين جزئ الجملة أو بينهما وبين الفضلة أو بين جملتين وذلك كأدوات الشرط والاستحام والتحضيض والتمني والترج ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وغيرها وحكمها أنها ثابتة الآخر على حالة واحدة لأنها مبنية والأدات إن كانت اسما تقع مثندا إليه مثل من مجتهد ومسندا مثل خير مالك ما أنفقته في سبيل المصلحة العامة وفضلة مثل احترم الذي يطلب العلم اتق شر من أحسنت إليه وحينئذ يكون أعرابها في أحوال الرفع والنصب والجر محلية الباب الأول الفعل وأقسامه الصفحة الثلاثون وهو يشتمل على تسعة فصول واحد الماضي والمضارع والأمر ينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ماض ومضارع وأمر فالماضي ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي تجاء واجتهب وتعلم وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة مثل كتبت أو تاء الضمير مثل كتبت كتبت كتبتما كتبتم كتبتنا كتبت والمضارع ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والاستقبال مثل يجيء ويجتهد ويتعلم وعلامته أن يقبل السين أو سوف أو لم أو لن مثل سيقول سوف نجيء لم أكسل لن أتأخر والأمر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر مثل جئ وجتهد وتعلم وعلامته أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله يا المؤنثة المخاطبة مثل اجتهدي اثنان المتعدي واللازم ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم الفعل المتعدي الفعل المتعدي هو ما يتعد أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به مثل فتح طارق الأندلساء وهو يحتاج إلى فائل يفعله ومفعول به يقع عليه ويسمى أيضا الفعل الواقع لوقوعه على المفعول به والفعل المجاوز لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به وعلامته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به مثل اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه أما هاء الضمير التي تعود إلى الظرف أو المصدر فلا تكون دلالة على تعد الفعل إلا حقت فالأول مثل يوم الجمعة سرته والثاني مثل تجمل بالفضيلة تجملا كان يتجمله سلف كالصالح فالهاء في المثال الأول في موضع نصب على أنها مفعول فيه وفي المثال الثاني في موضع نصب على أنها مفعول مطلق المتعد بنفسه والمتعد بغيره الفعل المتعد إما متعد بنفسه وإما متعد بغيره فالمتعد بنفسه ما يصل إلى المفعول به مباشرة أي بغير واسطة حرف الجر مثل بريت القلم ومفعوله يسمى صريحا والمتعد بغيره ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر مثل ذهبت بك بمعنى أذهبتك ومفعوله يسمى غير صريح وقد يأخذ المتعد مفعولين أحده مع صريح والآخر غير صريح نحو أد الأمانات إلى أهلها فالأمانات مفعول به صريح وأهل مفعول به غير صريح وهو مجرور لفظا بحرف الجر منصوب محلا على أنه مفعول به غير صريح المتعد إلى أكثر من مفعول واحد ينقسم الفعل المتعد إلى ثلاثة أقسام متعد إلى مفعول به واحد ومتعد إلى مفعولين ومتعد إلى ثلاثة مفاعيل فالمتعد إلى مفعول به واحد كثير وذلك مثل كتب وأخذ وغفر وأكرم وعظم المتعد إلى مفعولين المتعد إلى مفعولين على قسمين قسم ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وقسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر فالأول مثل أعطى وسأل ومنح ومنع وكسى وألبس وعلم تقول أعطيتك كتابا منحت المجتهد جائزة منعت الكسلان التنزها كسوت الفقير ثوبا ألبست المجتهدة وساما علمت سعيدا الأدب والثاني على قسمين أفعال القلوب وأفعال التحويل عنوان واحد أفعال القلوب الصفحة الثانية والثلاثون أفعال القلوب المتعدية إلى مفعولين هي رأى وعلم ودرى ووجد وألف وتعلم وظن وخال وحسب وجعل وحج وعد وزعم ووهب وسميت هذه الأفعال أفعال القلوب لأنها إدراك بالحس الباطن فمعانيها قائمة بالقلب وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين بل منه ما ينصب مفعولا واحدا كعرف وفهما ومنه ما هو لازم كحزنا أجبنا ولا يجوز في هذه الأفعال أن يحذف مفعولا أو أحدهما اقتصارا أي بلا دليل ويجوز سقوطهما أو سقوط أحدهم اختصارا أي لدليل يدل على المحذوف فسقوطهما معا لدليل كأن يقال هل ظمنت خالدا مسافرا فتقول ظننت أي ظننته مسافرا قال تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي كنتم تزعمونهم شركائي وقال الشاعر بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسبه أي وتحسبه عارا وسقوط أحدهما لدليل كأن يقال هل تظن أحدا مسافرا فتقول أظن خالدا أي أظن خالدا مسافرا ومنه قول عن طرة وَلَقَدْ نَزَلْتِي فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحِبِّ الْمُقْرَمِي أي نَزَلْتِ مِنِّي مِنْزِلَةِ المحبوب المُقْرَمِ فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ وَاقِعًا ومما جاء فيه حرف المفعولين لدليل قولهم من يسمع يخل أي يخل ما يسمعه حقا فإن لم يدل على الحرف دليل لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما وهذا هو الصحيح من مذاهب النحويين وأفعال قلوب نوعان نوع يفيد اليقين وهو الاعتقاد الجازم ونوع يفيد الظم وهو رجحان وقوع الأمر أفعال اليقين أفعال اليقين التي تنصب مفعولين ستة الأول رأى بمعنى علم واعتقد كقول الشائر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا ولا فرق أن يكون اليقين بحسب الواقع أو بحسب الاعتقاد الجازم وإن خالف الواقع لأنه يقين بالنسبة إلى المعتقد وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي إنهم يعتقدون أن البعث ممتنع ونعلمه واكعا وإنما فسر البعد بالامتناع لأن العرب تستعمل البعد في الانتفاء والقرب في الحصول ومثل رأى اليقينية أي التي تفيد اليقين رأى الحلمية التي مصدرها الرؤية المنامية فهي تنصب مفعولين لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن قال تعالى إني أراني أعصر خمرا فالمفعول الأول إيهاء المتكلم والمفعول الثاني جملة أعصر خمرا فإن كانت رأى بصرية أي بمعما أبصر ورأى بعيني فهي متعدية إلى مفعول واحد وإن كانت بمعنى إصابة الرئة مثل ضربه فرآه أي أصاب رئته تعدت إلى مفعول واحد أيضا والثاني علم بمعنى اعتقد كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات وقول الشاعر علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو ضمآن غرثان عاريا وقول الآخر علمتك الباهل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل فإن كانت بمعنى عرفة كانت متعدية إلى واحد مثل علمت الأمر أي عرفتم ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وإن كانت بمعنى شعر وأحاط وأدرك تعدت إلى مفعول واحد بنفسها أو بالباء مثل علمت الشيء وبالشيء والثالث درى بمعنى علم علم اعتقاد كقول الشاعر دريت الوفي العهدي يا عرف اغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد والكثير المستعمل فيها أن تتعدى إلى واحد بالباء مثل دريت به فإن كانت بمعنى ختل أي خدع كانت متعدية إلى واحد بنفسها مثل دريت الصيضاء أي ختلته وخدعته وإن كانت بمعنى حكة مثل درى رأسه بالمدرى أي حكه به فهي كذلك والرابع تعلم بمعنى علم واعتقد كقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبارغ بلطف في التحيل والمكر والكثير المشهور استعمالها في أمنا وصلتها كقول الشاعر تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم قال الآخر فقلت تعلم أن للصيد غرة وإن لا تديعها فإنك قاتل وفي حديث الدجال تعلموا أن ربكم ليس بأعور وتكون أن وصلاتها حينئذ قد سدتا مسد المفعولين فإن كانت أمرا من تعلم ما يتعلم فهي متعدية إلى مفعول واحد مثل تعلموا العربية وعلموها للناس والخامس وجد بمعما علم واعتقد ومصدرها الوجود والوجدان مثل وجدت الصدق زينة العقلاء قال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن لم تكن بنعنى العلم الاعتقادي لم تكن من هذا الباب وذلك مثل وجدت الكتاب وجودا ووجدانا بكسر الواو في الوجدان أي أصبته وظفرت به بعد ضياعه ومثل وجد عليه موجدة بفتح الميم وسكون الواو وكسر الجيم أي حقد عليه وغضب وفي حديث الإيمان إني سهئلك فلا تجد علي أي لا تغضب من سؤاله ومثل وجد به وجدا بفتح الواو وسكون الجيم أي حزن به ووجد به وجدا أيضا أي حبة يقال له بأصحابه وجد أي محبة ومثل وجد جدة بكسر الجيم وفتح الدال أي استغنى غنا يأمن بعده الفقر والسادس ألفا بمعنى علم واعتقد مثل ألفيت قولك صوابا فإن كانت بمعنى أصاب الشيء وظفر به كانت متعدية إلى واحد ألفيت الكتابة قال تعالى وألف يا سيد هالة الباب عنوان أفعال الظن الصفحة السابعة والثلاثون أفعال الظن وهي ما تفيد رجحان وقوع الشيء نوعان نوع يكون للظن واليقين والغالب كونه للظن ونوع يكون للظن فحسب فالنوع الأول ثلاثة أفعال الأول أظن وهو لرجحان وقوع الشيء فقول الشاعر ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا فعردت في من كان عنها معردا وقد تكون لليقين كقوله تعالى وظنوا أنهم ملاقوا ربهم وقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي علموا واعتقدوا فإن كانت بمعنى اتهمة فهي متعدية إلى واحد مثل ظن القاضي فلانا أي اتهمه والظنين والمظنون المتهم ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي متهم والثاني خالى وهي بمعنى ظنة التي للرجحان كقول الشاعر إخالك إن لم تغمض الطرف ذاهوا يسومك ما لا يستطاع من الوجد وقد تكون لليقين والاعتقاد كقول للآخر دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول أي دعونني عمهن وقد علمت أن ليسم أفلا أدعى به وهو أول اسم لي ويا المتكلم مفعول خال الأول وجملة ليسم في موضع نصب على أنها مفعوله الثاني والثالث حسب وهي للرجحان بمعنى الظن كقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقوله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وقد تكون لليقين كقول الشعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا والنوع الثاني وهو ما يفرض الظن فحسب خمسة أفعال الأول جعل بمعنى ظن كقوله تعالى وجعل المنائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فإن كانت بمعنى أوجد أو بمعنى أوجب تعدت إلى واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق وأوجد وتقول اجعل لنشر العلم نصيبا من مالك أي أوجب وإن كانت بمعنى صير فهي من أفعال التحويل وسيأتي الكلام عليها وإن كانت بمعنى أنشأ فهي من الأفعال الناقصة التي تفيد الشروع في العمل مثل جعلت الأمة تمشي في طريق المجد أي أخذت وأنشأت والثاني حجا بمعنى ظن كقول الشار قد كنت أحج أبا أمر أخاثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات فإن كانت بمعنى غلبه في المحاجة أو بمعنى رد ومنع أو بمعنى كتم وحفظ أو بمعنى ساق فهي متعدية إلى واحد تقول حاجيته فحجوته أي فاطنته فغلقته وحجوت فلانا أي منعته وردته وحجوت السر أي كتمته وحفظته وحجت الريح سفينة أي ساقتها وإن كانت بمعنى وقف أو أقام مثل حجى بالمكان أو بمعنى داخل مثل حجى بالشيء أي ظن به فهي لازمة والثالث عدى فهي بمعنى ظن كقول الشائر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكن المولى شريكك في العدن فإن كانت بمعنى أحصى تعدت إلى واحد مثل عددت الدراهم أي حسبتها وأحصيتها والرابع زعم بمعنى بمعنى ظن ظن راجحا كقول الشائر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا والغالب في زعم أن تستعمل للظن الفاسد وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب فيقال فيما يشك فيه أو فيما يعتقد كذبه ولذلك يقولون زعموا مطية الكذب أي إن هذه الكلمة مركب للكذب ومن عادة العرب أن من قال كلاما وكان عندهم كاذبا قالوا زعم فلان ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل موضع ذم القائلون به وقد يرد الزعم بمعنى القول مجردا عن معنى الظن الراجح أو الفاسد أو المشكوك فيه فإن كانت زعم بمعنى تأمر ورأس أو بمعنى كفل به تعدت إلى واحد بحرف الجر تقول زعم على القوم فهو زعيم أي تأمر عليهم ورأسهم وزعم بفلان وبالمال أي كفل به وضمنه وتقول زعم اللبن أي أخذ يقيب فهو لازم والخام سهب بلفظ الأمر بمعنى أظن كقول الشاعر فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالك فإن كانت أمرا من الهبة مثل هب الفقراء مالا لم تكن من أفعال القلوب بل هي من وهبة التي تنصب مفعولين ليس أصلوبما مبتدأ وخبرا على الفصيح فيها أن تتعدى إلى الأول باللام نحو هب للفقراء مالا وإن كانت أمرا من الهيبة تعدت إلى مفعول واحد مثل هب ربك أي خفه انتهى الوجه الأول عنوان اثنان أفعال التحويل الصفحة الحادية والأربعون أفعال التحويل ما تكون بمعنى صير وهي سبعة صير ورد وترك وتخذ واتخذ وجعل ووهب وهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر فالأول مثل صيرت العدو صديقا والثاني كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وقول الشاعر رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا والثالث كقوله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه والرابع تخذتك صديقا والخامس كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والسادس كقوله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والسابع مثل وهبني الله فداء المخلصين وهذه الأفعال لا تنصب المفعولين إلا إذا كانت بمعنى صيّر الدالة على التحويل وإن كانت رد بمعنى رجع كرددته أي رجعته وترك بمعنى خلى كتركت الجهل أي خليت وجعل بمعنى خلق كانت متعدية إلى مفعول واحد وإن كانت وهبا بمعنى أعطى لم تكن من هذا الباب وإن نصبت المفعولين مثل وهبتك فرسا والفصيح أن يقال وهبت لك فرسا عنوان المتعد إلى ثلاثة مفاعيل الصفحة الثانية والأربعون المتعد إلى ثلاثة مفاعيل هو أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث ومضارعها يري ويعلم وينبئ وينبئ ويخبر ويخبر ويحدث تقول أريت سعيدا الأمر واضحا وأعلمته إياه صحيحا وأنبأت خليلا الخبر واكعا ونبأته إياه أو أخبرته إياه أو خبرته إياه أو حدثته إياه حقا والغالب في أنبأ وما بعدها أنتبنا للمجهول فيكون نائب الفائل مفعولها الأول مثل أنبئت سليما مجتهدا قال الشاعر نبئت زرعة والسفاهة كسمها يهدي إلي غرائب الأشعار وقال آخر نبئت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأر من الأسد عنوان الفعل اللازم الصفحة الثالثة والأربعون الفعل اللازم هو ما لا يتعد أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به بل يبقى في نفس فاعله مثل ذهب سعيد وسافر خالد وهو يحتاج إلى الفاعل ولا يحتاج إلى المفعول به لأنه لا يخرج عن نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه ويسمى أيضا الفعل القاصر لقصوره عن المفعول به واقتصاره على الفاعل والفعل غير الواقع لأنه لا يقع على المفعول به والفعل غير المزاوز لأنه لا يجاوز فاعله متى يكون الفعل لازما يكون الفعل لازما إذا كان من أفعال السجايا والغرائز أي الطبائع وهي ما دلت على معمن قائم بالفائل لازم له وذلك مثل شجعا وجبنا وحسنا وقبحا أو ما دل على هيئة مثل طالا وقصرا وما أشبه ذلك أو على نظافة كطهر الثوب ونغفا أو على دنس كوسخ الجسم ودنسا وقذرا أو على عرض غير لازم ولا هو حركة كمرضا وكسلا ونشطا وفرحا وحزنا وشبعا وعطشا أو على لون كحمر واخضر وادهما وأدم أو على عيب كعمشا وعورا أو على حلية كنجلا ودعجا وكحلا أو كان مطاوعا لفعل متعد إلى واحد كمددت الحبل فامتد أو على وزن فعل المضموم العين كحسنا وشرفا وشرفا وجملا وكرما أو على وزن فعل كانكسرا وانحطما وانطلقا أو على وزن فعل كغبرا وزورا أو على وزن فعل كبهام وزورا أو على وزن فعل كقشعر وطمأنا أو على وزن فعل كحران جما وقعا سسا عنوان متى يصير اللازم متعديا الصفحة الخامسة والارضعون يصير الفعل متعديا بأحد ثلاثة أشياء إما بنقله إلى باب أفعل مثل أكرمت المجتهد وإما بنقله إلى باب فعل المضعف العين مثل عظمت العلماء وإما وإما بواسطة حرف الجر مثل أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة عنوان سقوط حرف الجر من المتعدي بواسطة الصفحة السادسة والارضعون إذا سقط حرف الجر من المتعدي بواسطة نصد المجرور قال تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا أي من قومه وقال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حراموا والأصل تمرون بالديار فانتصب المجرور بعد سقوط الجار وسقوط الجار بعد الفعل اللازم سماعي لا يقاس عليه إلا في أن وأن فهو جائز قياسا إذا أمن اللبس كقوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أي من أن جاءكم وقوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو أي بأنه فإن لم يؤمن اللبس لم يجوز حرفه قبلها فلا يجوز أن تقول رغبت أن أفعل لإشكال المراد بعد الحرف فلا يفهم السامع ماذا أردت رغبتك في الفعل أم رغبتك عنه فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد إلا إذا كان الإبهام مقصودا لتعمية المعنى المراد على السامع عنوان ثلاثة المعلوم والمجهول الصفحة السابعة والأربعون ينقسم الفعل باعتبار فائله إلى معلوم ومجهول فالفعل المعلوم ما ذكر فائله في الكلام نحو مصر المنصور بغداد وإذا اتصل بالماضي الثلاثي المجرد المعلوم الذي قبل آخره ألف ضمير رفع متحرك فإن كان من داب فعل يفعل نحو سام يسوم ورام يروم وقاد يقود ضم أوله نحو سمته الأمر ورمت الخير وقدت الجيش وإن كان من باب فعل يفعل نحو باع يبيع وجاء يجيء وضام يضيم أو من باب فعل يفعل نحو نال ينال وخاف يخاف كسر أوله نحو بعته وجئته وضمت الخائن ونلت الخير وخفت الله والفعل المجهول ما لم يذكر فائله في الكلام بل كان محروفا لغرض من الأغراض إما للإيجاز اعتمادا على ذكاء السامع وإما للعلم به وإما للجهل به وإما للخوف عليه وإما للخوف منه وإما لتحقيره فتكرم لسانك عنه وإما لتعظيمه تشريفا له فتكرمه أن يذكر إن فعل ما لا ينبغي لمثله أن يفعله وإما لإبهامه على السامع وينوب عن الفائل بعد حذفه المفعول به صريحا مثل يكرم المجتهد أو غير صريح مثل أحسن فيحقن إليك أو الظرف مثل سكنة الدار وسهرة الليلة أو المصدر مثل سير سير طويل والميابة والميابة الظرف والمصدر عن الفائل شروط ستراها في الجزء الثاني في مبحث نائب الفائل إن شاء الله ولا يبنى المجهول إلا من الفعل المتعدي بنفسه مثل يكرم المجتهد أو بغيره مثل يرفق بالضعيف وقد يبنى من اللازم إن كان نائب الفائل مصدرا نحو سهرة سهر طويل أو ظرفا مثل صيم رمضان عنوان بناء الفعل للمجهول الصفحة الثامنة والأربعون متى حذف الفائل من الكلام وجب أن تتغير صورة الفعل المعلوم فإن كان ماضيا يقصر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله فتقول في كسر وأكرم وتعلم واستغفر كسر وأكرم وتعلم واستغفر وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره فتقول في يكسر ويكرم ويتعلم ويستغفر يكسر ويكرم ويتعلم ويستغفر أما فعل الأمر فلا يكون مجهولا أبدا عنوان بناء ما قبل آخره حرف علة للمجهول الصفحة الصفحة التاسعة والأربعون إذا أريد بناء الماضي الذي قبل آخره ألف للمجهول إن لم يكن سداسيا تقلب ألفه لأن ويكسر كل متحرك قبلها فتقول في باعة وقالا بيعة وقيلا وفي بتاعة واقتادا وجتاحا بتيعة واقتيدا وجتيحا والأصل بيعة وقويلة وبطيعة واقتويدا وجتوحا فإن كان على ستة أحرف مثل استتابا واستماحا تقلب ألفه ياءا وتضم همزته وثالثه ويكسر ما قبل الياء فتقول استتيبا واستميحا وإن اتصل بنحو سيما وريما وقيدا من كل ماضي مجهول ثلاثي أجوف ضمير رفع متحرك فإن كان يضم أوله في المعلوم نحو سمته الأمر ورمت الخير وقدت الجيش كسر في المجهول كي لا يلتبس معلوم الفعل بمجهوله فتقول سمت الأمر ورمت بخير وقدت للقهاء وإن كان يكسر أوله في المعلوم نحو بأته الفرس وضمته ونلته بمعروف ضم في المجهول فتقول بأت الفرس وضمته ونلت بمعروف وإذا أريد بناء المضارع الذي قبل آخره حرف مد للمجهول يقلب حرف المد ألفا فتقول في يقول ويبيع يقال ويباع وفي يستطيع ويستتيب يستطاع ويستتاب عنوان أربع الصحيح والمعتل الصفحة الخمسون ينقسم الفعل باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى قسمين صحيح ومعتل فالصحيح ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة مثل كتب وكاتب وهو ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضاعف فالسالم ما لم يكن أحد أحرفه الأصلية حرف إلا ولا همزة ولا مضاعف مثل كتبا وذهبا وعلما والمهموز ما كان أحد أحرفه الأصلية همزة وهو ثلاثة أقسام مهموز الفائ كأخذا ومهموز العين كسال ومهموز اللام كقرأ والمضاعف ما كان أحد أحرفه الأصلية مكررا لغير زيادة وهو قسمان مضاعف ثلاثي كمدة ومرة ومضاعف رضاعي كذلزل ودندم فإن كان المكرر زائدا كعظم وشذب واشتد وادهام وعشوشب فلا يكون الفعل مضاعفها والفعل المعتل ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف إله مثل وعد وقال ورمى وهو أربعة أقسام مثال وأجوف وماقص ولفيف فالمثال ما كانت فاؤه حرف إله كوعد وورث والأزوف ما كانت عينه حرف إله كقال وباع والناقص ما كانت لامه حرف إله كرضي ورمى واللفيف ما كان فيه حرفان من أحرف الإله أصليان نحو طواء ووفاء وهو قسمان لفيف مقرون ولفيف مفروق فاللفيف المقرون ما كان حرف الإله فيه مجتمعين نحو طواء ونواء واللفيف المفروق ما كان حرف الإله فيه مفترقين نحو وفاء ووقاء ويعرف الصحيح والمؤتل من الأفعال في المضارع والمزيد فيه بالرجوع إلى الماضي المجرد عنوان خمسة المجرد والمزيد فيه الصفحة الثانية والخمسون الفعل بحسب الأصل إما ثلاثي الأحرف وهو ما كانت أحرفه الأصلية ثلاثة ولا عبرة بالزائد نحو حسن وأحسن وهدى واستهدى وإما رباعيها وهو ما كانت أحرفه الأصلية أربعة ولا عبرة بالزائد مثل دحرج وتدحرج وقشعر وقشعر وكل منهما إما مجرد وإما مزيد فيه فالمجرد ما كانت أحرف ماضيه كلها أصلية أي لا زائد فيها مثل ذهب وتحرج والمزيد فيه ما كان بعض أحرف ماضيه زائدا على الأصل مثل أذهب وتدحرج وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك سألتمونيها ولا يزاد من غيرها إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الكلمة كعظمة وحمرة وأقل ما يكون عليه الفعل المجرد ثلاثة أحرف وأكثر ما يكون عليه أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف والفعل المجرد قسمان مجرد ثلاثي وهو ما كانت أحرف ماضيه ثلاثة فقط من غير زيادة عليها مثل ذهب وقرأ وكتب مجرد الرباعي وهو ما كانت أحرف ماضيه أربعة أصلية فقط لا زائد عليها مثل ضحرج ووسوس وزلزل والمزيد فيه قسمان أيضا مزيد فيه على الثلاثي وهو ما زيد على أحرف ماضيه الثلاثة حرف واحد مثل أكرم أو حرفان مثل انطلق أو ثلاثة أو ثلاثة أحرف مثل استغفر ومزيد فيه على الرباعي وهو ما زيد فيه على أحرف ماضيه الأربعة الأصلية حرف واحد نحو تزلزل أو حرفان نحو إحرنجمى عنوان ستة الجامد والمتصرف الصفحة الثالثة والخمسون الحعل من حيث من حيث أداؤه معنا لا يتعلق بزمان أو يتعلق به كسمان جامد ومتصرف لأنه إن تعلق بزمان كان ذلك داعيا إلى اختلاف صوره لإفادة حدوثه في زمان مخصوص وإن لم يتعلق بزمان كان هذا موجبا لجموده على صورة واحدة عنوان الفعل الجامد الصفحة الثالثة والخمسون الفعل الجامد هو ما أشبه الحرفة من حيث أداؤه معنا مجردا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال فلزم مثله طريقة واحدة في التعبير فهو لا يقبل التحول من صورة إلى صورة بل يلزم صورة واحدة لا يزايلها وذلك مثل ليس وعسى وهب ونعمى وبئسى فالفعل الجامد كما علمت لا يتعلق بالزمان وليس مرادا به الحدث فخرج بذلك عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشبه الحرفة من هذه الجهة فكان مثله في جموده ولزومه صيغة واحدة في التعبير وإذا كان مجردا عن معنى الحدث والزمان لم يحتج إلى التصرف لأن معناه لا يختلف باختلاف الأزمنة الداعي إلى تصريف الفعل على صور مختلفة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة فمعنى الترج المفهوم من عسى ومعنى الذن المفهوم من بئس ومعنى المدح المفهوم من نعمة ومعنى التعجب المفهوم من ما أشعر زهيرا لا يختلف باختلاف الزمان لأن الحدوث فيها غير مراد ليصح وقوعه في أزمنة مختلفة تدعو إلى تصرفه على حسبها فشبه الفعل بالحرف يمنعه التصرف ويلزمه الجمود كما أن شبه الاسم بالحرف يمنعه أن يتأثر ظاهرا بالعوامل فلزم آخره طريقة واحدة لا ينفق عنها وإن اختلفت الأوامل الداعية إلى تغير الآخر فالجمود في الفعل كالبناء في الاسم كلاهما مسبب عن الشبه بالحرف وهو إما أن يلازم صيغة الماضي مثل عسى وليس ونعم وبئس وتبارك الله أي تقدس وتنزه أو صيغة المضارع مثل يهيط بمعنى يصيح ويضج أو صيغة الأمر مثل هب وهاتي وتعالى ومثل هلم في لغة تميم هلم في لغة تميم فال أمر لأنه عندهم يقبل علامته فتلحقه الضمائر نحو هلم وهلم 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 أما في لغة الحجاز فهو اسم فعل أمر لأنها تكون عندهم بلفظ واحد للجميع فلا تلحقها الضمائر فتقول هلم بلفظ واحد للواحد والواحدة والاثنين والاثنتين والجمع المذكر والمؤنث وبها نزل القرآن الكريم قال تعالى هلم شركاءكم انتهى الشريط الثاني واللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب ومن الأفعال الجامدة قل بصيغة الماضي للنفي المحض فترفع الفائل متلوا بصفة مطابقة له نحو قل رجل يفعل ذلك وقل رجلان يفعلان ذلك بمعنى ما رجل يفعل ذلك ذكر ذلك الصيوط في همأ الهوامع غير أن الكثير في استعمالها للنفي إذا كانت ملحقة بما الزائدة الكافة كما سيأتي قال سيدويه كما في القاموس وشرحه يقال كل رجل بضم القاف وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد أي ما رجل يقوله إلا هو وهي حينئذ وهما حينئذ اسمان مرفوعان بالابتداء ولا خبر لهما لمضارعته ما حرف النفية والجملة بعدهما في محل جر صفة للمجرور بالإضافة لهما وإذا لحقتهما الزائدة كفته عن العمل فلا يليه حينئذ إلا فعل ولا فاعل له لجريانه مجرى حرف النفي نحو قل لما فعلت هذا وقل لما أفعله أي ما فعلت ولا أفعله ومنه قول الشاعر قل لما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا أي لا يزال اللبيب داعيا وقد يليه الاسم في ضرورة الشعر قوله صددت فأطولت الصدود وقل لما وصال على طول الصدود يدوم وقد يراد بقولك قل لما أفعل إثبات الفعل القليل كما في الكليات لأبو البقاء غير أن الكثير استعمال لها للنفي الصرف وهما يدل على أنها للنفي المحط أداؤها معنى لا النافية في البيت السابق قل لما يبرح اللبيب لأن لأن برح وأخواتها لا تعمل عمل كان أما قصة إلا إذا تقدمها نفي أو شبه كما هو معروف وإما يدل على ذلك أيضا أنها إذا سبقت فاء السببية ووو المعية نصب الفعل بعدهما كقولك قل رجل يهمل فينجح وإما يدل على ما ذكر صحة الاستثناء بعدهما كما يستثناء من المنفي نحو قل ما يفعل هذا إلا كريم كما تقول لا يفعله إلا كريم وهذا اللفظ كما في النهاية مستعمل في نفي أصل الفعل كقوله تعالى قليلا ما يؤمنون أي فهم لا يؤمنون ومنه الحديث إنه كان يقل اللغو أي كان لا يلغو ومثل قل ما في عدم التصرف طال ما وكثر ما وقص ما وشد ما فإنما فيهن زائدة للتوكيد كافة لهن عن العمل فلا فاعل لهن ولا يليهن إلا فعل فهن كقل ما قال في لسان العرب فارقت طل وقل بالتركيب الحادث فيهما ما كانت عليه من طلبهما الأسماء ألا ترى أنك لو قلت طال ما زيد عندنا أو قل ما محمد في الدار لم يهز والتركيب يحدث في المركبين معنا لم يكن قبل فيهما انتهى وقال أبو علي الفارسي طال ما وقل ما ونحوهما أفعال لا فائل لها مضمرا ولا مظهرا لأن الكلام لما كان محمولا على النفي سوغ ذلك ألا يحتاج إليه وما دخلت تعوضا عن الفاعل انتهى وقال بعض العلماء إنما في مثل ذلك مصدرية فما بعدها في تأويل مصدر فاعل فإن قلت طال ما فعلت كان التأويل طال فعلي ولو كان الأمر كما قال لوجب فصلها عن الفعل في الخط لأنها لا توصل باسم ولا فعل ولا حرف إلا إذا كانت زائدة إلا ما اصطلحوا علي من وصلها ببعض حروف الجر ولم نرهم كتبوها موصولة بهذه الأفعال قط فدل ذلك على ما ذكرنا على أن قوله لا يخلو من رائحة الصحة لأن ما بعدها صالح للتأويل بالمصدر ومن الأفعال الجامدة قولهم سقط في يده بمعنى ندم وتحير وزل وأخطأ وهو ملازم صورة الماضي المجهول قال تعالى ولما سقط في أيديهم وقد يقال سقط في يده بالمعلوم وهذا من باب الكناية للحقيقة ويقال لكل من ندم أو تحير أو عجز أو حزن أو تحسر على فائت من فعل أو ترك قد سقط في يده وهذا الكلام لم يسمع قبل القرآن الكريم ولا عرفته العرب كما في شرح القاموس نقلا عن هذا الباب ومنها هدى في قولهم هذا رجل هدك من رجل أي كفاك من رجل وقيل معناه أثقلك وصف محاسنه وقال الزمخشري في الأساس هذا رجل هدك من رجل إذا وصف بجلد وشدة أي غلبك وكسرك وهو يثنى ويجمع ويذكر ويؤمث إذا كان ما هو له كذلك تقول هذا رجل هدك من رجل وهذه امرأة هدتك من امرأة كما تقول كفاك وكفتك وقس على ذلك أمثلة المثنى والجمع ومن العربي من يجريه مجر المصدر الموسوف به فاجعله مصدرا لهد يهد هدا وإذا كان كذلك بقي بلفظ واحد للجميع ويتبع ما قبله في إعرابه على أنه نعت له تقول هذا رجل هدك من رجل بالرف ومررت بامرأة هدك من امرأة بالجر وأكرمت رجلين هدك من رجلين بالنصب كما تقول هذا رجل حسبك من رجل بالرف ومررت بامرأة حسبك من امرأة بالجر وأكرمت رجلين حسبك من رجلين بالنصب ويقال لهد الرجل للمدح بمعنى نعم الرجل وذلك إذا أثني عليه بجلد وشدة ويقال لهد الرجل للتعجب بمعنى ما أجلده وفي الحديث إن أبا لها بن قال لهد ما سحركم صاحبكم أراد التعجب واللام فيها بالتأكيد وفي الفائق للزمخشري عند شرح هذا الحديث إن معناه لنعم ما سحركم وفي النهاية لابن الأثير إن معناه التعجب قال لهد كلمة يتعجب بها يقال لهد الرجل أي ما أجلده ثم ذكر أنها تكون أيضا بمعنى نعمة وفي لسان العرب وتاج العروس نحو ذلك وكونها هنا للتعجب أقرب إلى واقعة الحال لأن أبا لها بنتبت يداه إنما يتعجب من صبرهم وجلدهم على تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به حتى زعم أنه قد سحرهم فكأنه قال ما أصبركم وما أجلدكم على سحر صاحبكم إياكم ومن الأفعال الجامدة كذبا التي تستعمل للإغراء بالشيء والحث عليه ويراد بها الأمر به ولزومه وإتيانه للإخبار عنه ومنه قولهم كذبك الأمر وكذب عليك يريدون الإغراء به والحمل على إتيانه أي عليك به فالزم هواته وقولهم كذبك الصيد أي أمينك فرمه وأصل المعنى كذب فيما أراك وخدعك ولم يصدق فلا تصدقه فيما أراك بل عليك به والزم هواته قال ابن السكيت تقول للرجل إذا أمرته بشيء وأغريته كذب عليك كذا وكذا أي عليك به وهي كلمة نادرة ثم جرى هذا الكلام مجرى الأمر بالشيء والإغراء به والحف عليه والحب على لزومه وإتيانه من غير التفات إلى أصل المعنى لأنه جرى مجرى الأنثال والأنثال لا يلاحظ فيها أصل معناها وما قيلت بسببه وإنما يلاحظ فيها المعنى المجازي الذي نقلت إليه وأشربت وهذا الكلام إما من قولهم كذبته عينه أي أردته ما لا حقيقة له كما قال الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلف الظلام من الرباب خيالا وإما من قولهم كذب نفسه وكذبته نفسه إذا غرها أو غرت وحدثها أو حدثته بالأماني البعيدة والأمور التي يبلغها وسعة مقدرته ومنه قيل للنفس الكذوب وجمعها كذب بضمتين قال الشاهر حتى إذا ما صادقته كذب أي نفوسه جعل له نفوسا لتفرق رأيه وتشتته وانتشاره وقالوا وقالوا ضد ذلك صدقته نفسه أي ثبتته وأضعفت عزيمته كما قال الشاعر فأقبل فأقبل يجري على قدره فلما دنى صدقته الكذوب أي فلما دنى من الأمر الذي وطد عزيمته عليه ثبتته نفسه وكسرت من همته وقال لبيد وأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل والمعنى نشطها وقوها ومتنها ولا تثبتها فإنك إن صدقتها أي ثبتها وفترتها كان ذلك داعيا إلى عجزها وكلالها وفتورها خشية التعب في سبيل ما أنت تريد ومن ذلك حديث فمن احتجم فيوم الخميس والأحد كذباك أي عليك بهذين اليومين فاحتجم فيهما ومنه قول أعراضي وقد نظر إلى جمل نضو كذب عليك البزر والنوا وفي رواية القط والنوا أي عليك بهما والزم هما فإنهما يسم منانك وفي حديث عمر شكى إليه عمر بن معدي كرب أو غيره النقرس فقال كذب عليك الظهائر أي عليك بالمشي فيها وفي رواية كذب عليك الظواهر وفي حديث له آخر إن عمر ابن معدي كرب شك إليه المعصف قال كذب عليك العسل يريد العسلان وهو مشي ثئب أي عليك بسرعة المشي وفي حديث له غيره أنه قال كذب عليكم الحج كذب عليكم العمر كذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذبن عليكم أي لزموا ذلك وعليكم به وهذا كلام يراد به الإغراء بالشيء والحث عليه ولزوم كما قدمناه وهو خبر في معنى الأمر كما في قولك رحمه الله أي اللهم اللهم ارحم ونحو أمكنتك الفرصة وأمكنك الصيد يريد الإغراء بهما والأمر بإتيانهما والمعنى عليكم بالحج والعمرة والجهاد فأتوهن فإنهن واجبات عليكم قال الزمخشري في الفائق إنها كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم ولذلك لم تتصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب ليس إلا وهي في معنى الأمر كقولهم في الدعاء رحمك الله والمراد بالكذب الترغيب والبعث من قول العرب كذبته نفسه إذا منته الأماني وخيلت من الآمال ما لا يكاد يكون وذلك ما يرغب الرجل في الأمور ويبعثه على التعرض لها ومن ثم تقال للنفس كذوب انتهى وقال الأعلم العرب تقول كذا بكى التمر واللبن أي عليك بهما وأصل الكذب الإمكان وقولك للرجل كذبت أي أمكنت من نفسك وضعفت فلهذا اتسع فأغري به لأنه متى أغري بشيء فقد جعل المغرى به ممكنا مستطاعا مستطاعا إن رامه المغرى انتهى وقال الجوهري كذب معناه هنا وجب وقد ذكرنا لك من قبل ما فيه الكفاية في الكشف عن حقيقة هذا الكلام فاعتصم به فإنه قول هو القول فلا غاية وراءه والله أعلم ومن الأفعال الجامدة فعل التعجم وأفعال المدح والذن وسيأتي الكلام عليها عنوان الفعل المتصرف الصفحة الثانية والستون الفعل المتصرف هو ما لم يشبه الحرف في الجمود أي في لزومه طريقة واحدة في التعبير لأنه يدل على حدث مقترن بزمان فهو يقبل التحول من صورة إلى صورة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة وهو قسمان تام التصرف وهو ما يأتي منه الأفعال الثلاثة بالطراض مثل كتب ويكتب واكتب وهو كل الأفعال إلا قليلا منها وماقص التصرف وهو ما يأتي منه فعلان فقط إما الماضي والمضارع مثل كاد يكاد أو شك يوشك وما زال وما يزال وما فك وما ينفك وما برح وما يبرح وكلها من الأفعال الناقصة وإما المضارع والأمر نحو يدع ودع ويذر وذر وقد سمع سماعا نادرا الماضي من يدع ويذر فقالوا ودع ووذر بوزني وضع إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال لأن العرب كلهم إلا قليلا منهم قد أميت هذا الماضي من لغاتهم وليس المعنى أنهم لم يتكلموا به البتة بل قد تكلموا به دهرا طويلا ثم أماتوه بإهمالهم استعماله فلما جمع العلماء ما وصل إلينا من لغات العرب وجدوه مماتا إلا ما سمع منه سماعا نادرا ومن هذا النادر حديث دعوا الحبشة وما ودعوكم وقرئ شذوذا ما ودعك ربك وما قلا بتخفيف الدال وسمع المصدر من يدع كحديث لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم إياها وسمع منها اسم الفاعل واسم المفعول في أبيات من الشعر وكل ذلك نادر فيه باستعمال وذكر السيوطي في همه الهوامع أن ذر ودع يعدان في الجوامد إذ لم يستعمل منهما إلا الأمر وهذا غفلة منه رحمه الله فإن يدع مضارع دع مستعمل كثيرا وأما المضارع من ذر فقد جاء مستفيضا في أفصح الكلام وأشرفه وقد أحصيت ما ورد منه في القرآن الكريم فكان عشرين ونيفا عنوان سبعة فعل التعجب الصفحة الثالثة والستون التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية ويكون بألفاظ كثيرة كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم وكحديث سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ونحو لله ضره فعرسا ولله أنت ونحو يا لك من رجل وحسبك بخالد رجلا ونحو ذلك وكل ذلك إنما يفهم منقرينة الكلام لا بأصل الوضع والذي يفهم التعجب بصيغته الموضوعة للتعجب إنما هو فعل التعجب وهما صيغتان للتعجب من الشيء ويكونان على وزن ما أفعل وأفعل بي نحو ما أحسن العلم وأقبح بالجهل وتسمى الصيغة الأولى فعل التعجب الأول والصيغة الثانية فعل التعجب الثاني وهما فعلان ماضيان وقد جاءت الثانية منهما على صيغة الأمر وليست بفعل أمر ومدلول كلا الفعلين واحد وهو إنشاء التعجب شروط صوغهما فعل التعجب كسم التفضيل لا يصاغان إلا من فعل ثلاثي الأحرف مثبت متصرف معلوم تام قابل للتفضيل لا تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل فلا يبنيان مما لا فعل له كالصخر والحمار ونحوهما وشذ قولهم ما أرجله فقد بنوه من الرجولية ولا فعل لها ولا من غير الثلاثي المجرد وشذ قولهم ما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف بنوهما من أعطى وأولى وهما رباعيا الأحرف وقولهم ما أتقاه وما أملأ القربة وما أخصره بنوها من اتقى وامتلأ واختصر وهي خماسية الأحرف وفي اختصر بالبناء للمجهول شذوذ وهو أنه فعل مجهول وكذلك لا يبنيان من فعل منفي خشية التباس النفي بالإثبات ولا من فعل مجهول خشية التباس الفاعلية بالمفعولية لأنك إن بنيته من نصر المجهول فقلت ما أنصره التبس الأمر على السامع فلا يدري أتتعجب من مصره أم من منصوريته فإن أمن اللبس بأن كان الفعل مما لا يرد إلا مجهولا نحو زهي علينا وعنيت بالأمر جاز التعجب منه على الأصح فتقول ما أزهاه علينا وما أعناه بالأمر ولا يبنيان من فعل ماقص ككان وأخواتها وكاد وأخواتها وأما قولهم ما أصبح أبردها وما أمس أدفأها ففعل التعجب إنما هو أبرد وأدفأ وأصبح وأمس زائدتان كما تزاد كان بينما وفعل التعجب كما سيأتي غير أن زيادتهما نادرة وزيادتها كثيرة ولا ولا يبنيان مما لا يقبل المفاضلة كمات وثميا إلا أن يراد بمات معنى البلادة فيجوز نحو ما أموت قلبه ولا مما تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل كأحمر وأعرج وأكحل وأشيب وشذ قولهم ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه لأما الصفة منها هي أهوج وأحمق وأرعن وإذا أردت صوغ فعل التعجب مما لم يستوف الشروط أتيت بمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر ونحوهما ومجرورا بالباء الزائدة بعد أجد أو أكثر ونحوهما تقول ما أشد إيمانه أو ابتهاجه أو سواد عينيه وتقول أبلغ بعوره أو كحله أو اجتهاده انتهى الوجه الأول صيغة ما أفعله يلي صيغة ما أفعله في التعجب المتعجب منه منصوبا على المفعولية لأفعلا والهمزة فيما أفعل للتعدي فمعنى قولك ما أجمل الفضيلة شيء جعلها جميلة كما تقول أمر أمر أقعده وأقامه تريد أن قعوده وقيامه لم يكن إلا لأمر ثم حمل الكلام على معنى التعجب فجرى مجرى المثل فلزم طريقا واحدة في التعبير وما اسم نكرة تامة بمعنى شيء وقيل هي ما الاستفهامية خرجت عن معناها إلى معنى التعجب وعلى كل فهي في موضع رفع على الابتداء وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لتضمنها معنى التعجب والفعل بعدها فعل ماض للتعجب وفاعله ضمير مستكر وجوب يعود إليها والمنصوب مفعوله والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ما وما النكرة التامة هي التي تكون مكتفية بنفسها فلا تحتاج إلى صلة أو صفة نحو أكرم رجلا ما ومنه المثل لأمر ما جدع قصير أنفه ومنها ما قبل فعل التعجب فإن احتاجت ما إلى جملة توصل بها فهي معرفة موصولة نحو افعل ما تراه خيرا وإن احتاجت إلى ما توصف به من مفرد أو جملة فهي نكرة موصوفة نحو اعمل ما نافعا للأمة أي شيئا نافعا لها ونحو اعمل ما من الأمور ينفع أي شيئا من الأمور نافعا فجملة ينفع في موضع نصب نعت لما وسيأتي القول على الموصولية والموصوفية مبسوطا في الكلام على الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وتزاد وتزاد كان كثيرا بينما وفعل التعجب نحو ما كان أعدل عمر ومنه قول الشار ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتمبا هوى وعناد وقول الآخر حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها فكان تام رافعة ما بعدها على الفاعلية وما مصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به لفعل التعجب والمصدر المؤول هو المتعجب منه فإن أردت الاستقبال قلت ما أحسن ما يكون البدر ليلة الغد سيغة أفعل به كما يلي المتعجب منه سيغة ما أفعل منصوبا على المفعولية يلي سيغة أفعل المتعجب منه مجرورا بداء زائدة لفظا مرفوعا على الفاعلية محلها ويبقى الفعل بلفظ واحد للجميع تقول يا رجل أكرم بسعادة ويا رجلان ويمرأتان أكرم بها ويا رجال أكرم بها ويا نساء أكرم بها فقولك أقبح بالجهل أصله أقبح الجهل أي صار ذا قبح فالحمزة للصيرورة كما قالوا أغد البعير أي صار ذا غد ثم أخرج عن لفظ الخبر إلى لفظ الأمر لإحفاده التعجب كما أخرج الأمر بمعنى الدعاء عن لفظه إلى لفظ الخبر في قولهم رحمه الله ويرحمك الله والباء هنا زائدة في الفاعل كما في كفى بالله شهيدا وذلك أنه لما غيرت صورة الماضي إلى الأمر لإرادة التعجب قبح إسناد صيغة الأمر إلى لسم ظاهر إسنادا صريحا فزيدت الباء في أكرم زيادة ملتزمة ليكون على صورة المفعول به المجرور بحرف الجر الزائد لفظا كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وزيادتها هنا بخلافها في فائل كفاء فهي غير ملتزمة فيه فيجوز حرفها كما قال الشاعر عميرة ودع إن تزهست غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا وأما إعراب أقبح بالجهل فأقبح فعل ماب جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب وهو مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره السكون الذي اقتبطه صيغة الأمر والباء حرف جر زائد والجاهل فاعل أقبح وهو مجرور لفظا بالباء الزائدة مرفوع محلا لأنه فاعل وقال الزمخشري في المفصل في قولهم أكرم بزيد إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما أي بأن يصفه بالكرم والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة للتأكيد والاختصاص أو هو أمر بأن يصيره ذاكرا والباء للتعدي هذا أصله ثم جرى مجرى المثل فلم يغير على اللفظ الواحد في قولك يا رجلان أكرم بزيد ويا رجال أكرم بزيد انتهى فعلى هذا فمجرور الباء في موضع المفعول به لا في موضع الفاعل ويكون فاعل أكرم مستترا تقديره أنت مثله في كل أمر للواحد وما هذا ببعيد وهو قول جماعة من العلماء غير الزمخشري كالفراء والزجاج وابن كيسان وابن خروف وثمرة الخلاف بين جعله أمرا صورة ماضيا حقيقة وجعله أمرا صورة وحقيقة أنه لو اضطر شاعر إلى حذف هذه الباء الداخلة على المتعجب منه لازمه أن ينصب ما بعدها على رأي الفراء ومن تابعه لأنه مفعول به وأن يرفعه على رأي الجمهور لأنه فاعل ولا يجوز حذف الباء الداخلة على المتعجب منه في نحو قولك أجمل بالفضيلة وإن كانت زائدة لأن زيادتها ملتزمة كما قدمنا إلا أن تكون قبل أن وأن فيجوز حذفها لابتراض حذف حرف الجر قبلهما كقول الشاعر وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدما أي أحبب إلينا بأن يكون المقدم أحكام فعلي التعجب واحد لا يكون المتعجب منه منصوبا كان أو مجرورا بالباء الزائدة إلا معرفة أو نكرة مختصة لتحصل الفائدة المطلوبة وهي التعجب من حال شخص مخصوص فلا يقال ما أحسن رجلا ولا أحسن بقائم لعدم الفائدة فإن قلت ما أحسن رجلا يفعل الخير وأحسن بقائم بالواجد جاز لحصول الفائدة اثنان يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد ما أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إن كان الكلام واضحا بدونه فالأول كقوله جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم أي ما أعفهم وما أكرمهم والثاني كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر أي أبصر بهم وقول الشاعر أعزز بنا وأكفي إن دعينا يوما إلى نصرة من يلينا أي وأكفي بنا والمعنى ما أعزنا وما أكفانا لهذا الأمر ويشترط في حذفه بعد أفعل أن يكون معطوفا على أفعل آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف كما رأيت في الآية الكريمة والبيت ولا يجوز حذفه إن لم يكن كذلك وشذ قول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري أي فأجدر به أم يستغني ثلاثة إذا بني فعل التعجبي من معتل العين وجب تصحيح عينهما فلا يجوز إعلالها نحو ما أطوله وأطول به وكذلك يجب فك الإضغام في أفعل نحو أعزز علينا بأن تفارقنا وأجدد بسواد عينيه أربعة لا يتصرف في الجملة التعجبية بتقديم ولا تأخير ولا فصل إلا الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالظرف أو المجرور بحرف الجر بشرط أن يتعلق بفعل التعجب أو النداء فالفصل بها جائز فالفصل بالظرف نحو أن تقول ما أجمل ليلة التمام البدر ونحو قول الشعر أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحول والفصل بالجر والمجرور نحو ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح أن يكذب ومنه وأحبب إلينا أن يكون المقدما وقول الآخر خليلي ما أحر بذل بأن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر وقول عمر ابن معدي كرب نثرا لله ضر بني سلين ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللذبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها والفصل بالنداء كقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أعزز علي أبل يقضاني أم أراك سريعا مجدلا خمسة إن تعلق بفعل التعجب مجرور هو فاعل في المعنى جر بإله نحو ما أحب زهيرا إلى أبيه ونحو ما أبرض الخائن إلي ولا يكون هذا إلا إذا دل فعل التعجب على حب أو بغض كما رأيت فإن كان في المعنى مفعولا وكان فعل التعجب في الأصل متعديا بنفسه غير دال على علم أو جهل جر بالله نحو ما أحب زهيرا لأبيه وما أبرض ني للخائن وما أكسب ني للخير فإن دل على علم أو جهل جررت المفعول بالباء نحو ما أعرفني بالحق وما أجهله بالصدق وما أبصرك بمواقع صاب وما أعلمه بطرق السداد وإن كان فعل التعجب في الأصل متعديا بحرف الجر جررت مفعوله بما كان يتعدى به من حرف نحو ما أغضبني على الخائن وما أرضاني عن الأمين وما أمسكني بالصدق وما أكثر إذ عاني للحق سدة وقد ورد تصغير ما أفعل شذوذا وهو فعل لا يصغر لأن التصغير من خصائص الأسماء غير أنه لما أشبه اسم التفضيل وزنا وأصلا ودلالة على المبالغة سهل عليهم ذلك كقوله يا ما أميلح غزلانا شدمنا لنا من هؤلياء كنا الضال والثمر قال ولم يسمع إلا في ما أملح وما أحسن غير أنه يجوز القياس على هذا الشذوذ إن أريد به مع التأجب التحبب كما رأيت في البيت وعليه يجوز أن تقول ما أحيلاه وما أديناه إلى قلبي وما أطيرف حديثه وما أضيرف مجلسه عنوان ثمانية أفعال المدح والذن الصفحة الثانية والسبعون أفعال المدح هي نعمة وحبة وحبذاء وأفعال الذن هي بئس وساء ولا حبذاء وهي أفعال لإنشاء المدح أو الذن فجملها إنشائية غير طلبية لا خبرية ولا يبد لها من مخصوص بالمدح أو الذن فإذا قلت نعم الرجل خالد وبئس الرجل فلان فالمخصوص بالمدح هو خالد والمخصوص بالذن هو زيد وهي غير محتاجة إلى التصرف للزومها أسلوبا واحدا في التعبير لأنها لا تدل على الحدث المتطلب للزمان حتى تحتاج إلى التصرف بحسب الأزمنة فمعنى المدح والذن لا يختلف باختلاف الزمان حبذاء وحب ولا حبذاء حبذاء وحب فعلان لإنشاء المدح فأما حبذاء فهي مركبة من حبذاء وذاء الإشارية نحو حبذاء رجلا خالد فحبذاء فعل ماض وذاء اسم إشارة فاعل ورجلا تمييز لذاء رافع إبهامه وخالد مبتدأ مرفوع مؤخر خبره جملة حبذاء حبذاء مقدمة عليه ولا يتقدم عليها المخصوص بالمدح ولا التمييز فلا يقال خالد حبذاء رجلا ولا رجلا حبذاء خالد أما تقديم التمييز على المخصوص بالمدح فجائز كما رأيت بل هو الأولى ومنه قول الشاعر ألا حبذاء قوما سليم فإنهم وفوا وتواصوا بالإعانة والصبر ويجوز أن يكون بعده كقول الآخر حبذاء الصبر شيمة لمرئ رام مباراة مولأ بالمغاني وذا في حبذاء تلتزم الإفراد والتذكير في جميع أحوالها وإن كان المخصوص بخلاف ذلك قال الشاعر يا حبذاء جبل الريان من جبل وحبذاء ساكم الريان من كان وحبذاء نفحات منه يمانية تأتيك من كبل الريان أحيانا فذا مفرد مذكر والمخصوص وهو النفحات جمع مؤنث وقال الآخر حبذاء أنتما خليلي إن لم تعذلاني في دمعي المهراقي فالمخصوص هنا مثنن وذا مفرد وقال غيره ألا حبذاء هند وأرض بها هند فذا مذكر وهند مؤنث وقد تدخل لا على حبها فتكون مثل بئسا في إشادة الذن كقول الشاعر ألا حبذاء عاذري في الهواء ولا حبذاء الجاهل العاذل وقول الآخر ألا حبذاء أهل الملى غير أنه إذا ذكرت هند فلا حبذاء هي ولا يجوز أن تدخل على مخصوص حبذاء نواسخ الاتداء والخبر وهي كان وأخواتها وظن وأخواتها وإن وأخواتها فلا يقال حبذاء رجلا كان خالد ولا حبذاء رجلا ظمنت سعيدا ويجوز حظ مخصوصها إن علم كأن تسأل عن خالد مثلا فتقول حبذاء رجلا أي حبذاء رجل هو أي خالد ومنه قول الشعر ألا حبذاء لو للحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب وأما حب ففاعله هو المخصوص بالمدحة نحو حب زهير رجلا وقد يجر بباء زائدة نحو حب به عاملا ومنه قول الشاعر فقل تقتلوه عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا وأصله حبب بضم الباء بمعنى صار محبوبا ولذا يجوز أن يقال فيه حب بضم الحاء بنقل حركة الباء إلى الحاء وهو كثير في الاستعمال عنوان نعمة وبئسة وساء الصفحة السادسة والسبعون نعمة فعل لإنشاء المدح وبئسة وساء فعلان لإنشاء الذنب قال في المختار نعمة منقول من نعم فلان بفتح النون وكسر العين إذا أصاب النعمة وبئسة منقول من بئسة بفتح الباء وكسر الهمزة إذا أصاب بئسا فنقلا إلى المدح والذنب فشابها الحروف فلم يتصرفها وأما ساء فهو منقول من ساء يسوء سواء بفتح السين في المصدر إذا قبح تقول ساء عمله وساءت سيرته ثم نقل إلى الذنب فلم يتصرف كما لم تتصرف بئسة وفي نعمة وبئسة أربع لغات نعمة وبئسة بكسر فسكون وهي أفصحهن وهي لغة القرآن الكريم ثم نعمة وبئسة بكسر أولهما وثانيهما غير أن الغالب في نعمة أن يجيء بعدهما كقوله تعالى نعمة يعبكم به ثم نعمة وبأسة بفتح فسكون ثم نعمة وبأسة بفتح فكسر وهي الأصل فيهما ولابد لهذه الأفعال من شيئين فاعل ومخصوص بالمدح أو الذنب نحو نعمة الرجل زهير فالرجل هو الفاعل والمخصوص بالمدح هو زهير رنوان أحكام فاعل هذه الأفعال الصفحة السادسة والسبعون فاعل هذه الأفعال نوعان الأول نحو ولنعم دار المتقين وبأس مثوى المتكبرين والثالث نحو نعمة حكيم شعراء الجاهلية زهير ومنه قول الشاعر فنعمة ابن أخت القوم غير مكذبي زهير حسام مفرد من حمائلي والحق أن التي تسبق فاعل هذه الأفعال للجنس على سبيل الاستغراق حقيقة كما قدمنا فهي مفيدة للإحاطة والشمول حقيقة لا مجازا فيكون الجنس كله ممدوحا أو مذنوما والمخصوص مندرج تحت الجنس فيشمله المدح أو الظم فإذا قلت نعم الرجل زهير فالمدح قد وقع أولا على جنس الرجل كله على سبيل الشمول حقيقة ثم على سبيل المخصوص بالمدح وهو زهير فيكون المخصوص قد مدح مرتين مرة مع غيره لدخوله في عموم الجنس لأنه فرد من أفراد ذلك الجنس ومرة على سبيل التخصيص لأنه قد خص بالذكر ولذلك يسمى المخصوص والغرض من جعلها للاستغراق والشمول على سبيل الحقيقة هو المبالغة في إثبات المدح للممدوح أو الذم للمذموم بجعلك المدح والذم للجنس الذي هو المخصوص فرض منه ثم يأتي المخصوص مبينا المراد من الإجمال في مدح الجنس على سبيل الحقيقة ولك أن تجعل هذه للاستغراق لا على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز مدعيا أن هذا المخصوص هو جميع الجنس لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات أو النقائص فإن قلت نعم الرجل زهير فقد جعلت زهيرا هو جميع الجنس مبالغة لاستغراقه جميع كمالاته ولم تقصد من ذلك إلا ندحه ونظير ذلك أن تقول أنت الرجل اجتمعت فيك كل صفات الرجال وقد يقوم الاسم الموصول إذا أريد به الجنس للعهد مقام المعرف بآل الجنسية فيكون فاعلا لهذه الأفعال كما تكون هي نحو نعم الذي يفعل الخير زهير وبئس من يخون أمته فلان فإن الاسم الموصول إذا لم يرد به العهد بل أريد به العموم أشبه المقترن بآل الجنسية فيصح أن تسند إليه هذه الأفعال كما تسند إلى المقترن بآل الجنسية انتهى الشريط الثالث وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب الثاني أن يكون فائلها ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز واجبة التأخير عن الفعل والتقديم على الممدوح أو المذنوم مطابقة لهما إشرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ويأتي بعد ذلك المخصوص بالمدح أو الزم مرفوعا على الاتداء والجملة قبله خبر نحو نعم رجلا زهير والتمييز هنا محول عن فاعل مقترح بأل لذا يجوز تحويله إلى فائل مقترن بها فتقول نعم الرجل زهير وقد تكون النكرة كلمة ما التي هي اسم نكرة بمعنى شيء فتقوم في موضع نصب على التمييز على مختاره المحققون من النحاة وهو أقرب الأقوال فيها سواء أتليت باسم النحو نعم التقوى ومنه قوله تعالى إن تبد الصدقات فنعمه أم تليت بجملة فعلية كقوله تعالى نعم ما يعظكم به أو لم تتلى بشيء نحو أكرمته إكراما نعم ما ومتى كان فاعلها ضميرا وجب فيه ثلاثة أشياء الأول والثاني إفراده واستطاره كما رأي فلا يزوز إبرازه في تثنية ولا جمع استغناء عنه بتثنية تمييزه أو جمع سواء أتأخر المخصوص أم تقدم فلا يقال نعمى رجلين خالد وسعيد ولا خالد وسعيد نعمى رجلين الثالث وجوب أن يفسره اسم نكرة يذكر بعده منصوبا على التمييز كما قدمنا وإذا كان الفاعل مؤنثا جاز أن تلحق الفعل تاء التأنيث سواء أكان مظهرا نحو نعمة المرأة فاطمة وجاز أن لا تلحقه هذه التاء استغناء عنها بتأنيث التمييز المفسر ذهابا إلى أن هذه الأفعال لما أشبهت الحرف في الجمود لدمت طريقة واحدة في التعبير فتقول نعمة المرأة فاطمة ونعمة فاطمة ومنه قول الشاعر تقول إرسي وهي لي عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرأ وقول الآخر نعمة الفتاة فتاة هند لو بذلت ردا التحية نتقا أو بإيماء وكذا إذا كان المخصوص مؤنثا يجوز تذكير الفعل وتأنيثه وإن كان الفاعل مذكرا فتقول بئسة أو بئسة الشراب الخمر ونعمة أو نعمة الثواب الجنة وعليه قول الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنا والمن عنوان أحكام المخصوص بالمدح والذن الصفحة الثمانون لا يجوز أن يكون المخصوص بالمدح أو الذن إلا معرفة كما رأيت في الأمثلة المتقدمة أو نكرة مفيدة نحو نعمة الرجل رجل يحاسب نفسه ولا يقال نعمة العامل رجل لعدم الفائدة وهذا المخصوص مرفوع أبدا إما على الابتداء والجملة قبله خبر وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوب لا يجوز ذكره ويكون التقدير في قولك نعمة الرجل زهير نعمة الرجل هو زهير والكلام حينئذ يكون كأنه جواب لسائل سأل من هو حين قلت نعمة الرجل فقلت مجيبا زهير أي هو زهير ولا يجوز ذكر هذا المبتدأ لأنه أحد المواضع التي يجب فيها حظه كما ستعلم في الجزء الثاني من هذا الكتاب وقد يحنف المخصوص إذا دل عليه دليل كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب أي نعم العبد أيوب وقد علم من ذكره قبل وقوله سبحانه والأرض فرشناها فنعم الماهدون أي فنعم الماهدون نحن ومنه قول الشاعر نعم الفتى فجعت به إخوانه يوم البقيع حوادث الأيام أي نعم الفتى فتى فجعت حوادث الأيام به إخوانه يوم البقية فجملة فجعت في موضع رفع صفة لفتى المحذوف وهو المخصوص المحذوف ومن حق المخصوص أن يجانس الفاعل فإن جاء ليس من جنسه كان في الكلام مجاز بالحنف كأن تقول نعم عملا زهير فالكلام على تقدير مضاف ناب فيه عنه المضاف إلي إذ التقدير نعم عملا عمل زهير ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا والتقدير ساء مثلا مثل القوم ويجوز أن يباشر المخصوص في هذا الباب نواسخ المبترئ والخبر سواء أتقدم المخصوص نحو كان زهير نعم الشاعر ونحو قوله إن ابن عبد الله نعم أخ الندى وابن العشيرة أم تأخر نحو نعم الرجل ظمنت سعيدا ومنه قول زهير يمينا لمعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي وقول الآخر إذا أرسلوني عند تعذير حاجة أمارس فيها كنت نعم الممارس عنوان أحكام التمييز في هذا الباب الصفحة الثانية والثمانون يجب في تمييز هذا الباب خمسة أمور واحد أن يتأخر عن الفاعل فلا يقال رجلا نعم زهير اثنان أن يتقدم على المخصوص وقد يتأخر وقد يتأخر عنه نادرا نحو نعم زهير رجلا الثالث أن يكون مطابقا للمخصوص إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفا نحو نعم رجلا زهير ونعم رجلين زهير وأخوه ونعم رجالا أنتم ونعم فتاة فاطمة ونعم فتاتين فاطمة وسعاد ونعم فتيات المجتهدات ومن ذلك قول الشاعر نعم امرأين حاتم وكعب كلاهما غيث وسيف عب أربعة أن يكون قابلا لأل لأنه محول عن فاعل مقترن بها كما تقدم فإن قلت نعم رجلا زهير فالأصل نعم الرجل زهير فإن لم يقبلها كمثل وأي وغير وأفعل في التفضيل فلا يميز به في هذا الباب إذا أريد بأفعل معنى التفضيل فلا يميز به فلا يقال نعم أكرم منك خالد ولا نعم أفضل رجل علي لأنه حينئذ لا يقبل أل إذا حول فاعلا أما إذا لم يرد به معنى التفضيل فجائز التعبير به نحو نعم أعلم زهير أي نعم عالما زهير لأنه يصح أن تباشره أل في هذه الحالة فنقول نعم الأعلم زهير خمسة أنه لا يجوز حذف إذا كان فاعل هذه الأفعال ضميرا يعود علي وقد يحذف نادرا كقولك إن قلت كذا فبها ونعمة أي نعمة فعلة فعلتك ومنه حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة أي فبالسنة أخذ ونعمة سنة سنة الوضو أما إن كان فاعله اسما الظاهرا فلا يحتاز الكلام إلى ذكر التمييز نحو نعم الرجل علي لأن التمييز إنما هو لرفع الإبهام ولا إبهام مع الفاعل الظاهر وقد يجتمع التمييز مع الفاعل الظاهر تأكيدا له فإن التمييز قد يغتر للتأكيد لا لرفع الإبهام كقول الشاعر نعم الفتاة فتاة هند البيت السابق وقد يجر التمييز في هذا الباب بمن كقول الشاعر تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رزل انتهام ومثله تمييز حبذا وحبا كقول الشاعر يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان عنوان الملحق بنعم وبئس الصفحة الرابعة والثمانون قد يجري مجرى نعم وبئس في إنشاء المدح أو الذن كل فعل ثلاثيا مجرد على وزن فعل المضموم العي على شرط أن يكون صالحا لأن يبنى منه فعل التعجب نحو كرم الفتى زهير ولأم الخائن فلان فإن لم يكن في الأصل على وزن فعل حولته إليه لأن هذا الوزن يدل على الخصال والغرائز التي تستحق المدح أو الذم فتقول فتقول في المدح من كتب وفهما كتب الرجل خالد وفهما التلميذ زهير وتقول في الذن من جهلا وكذب جهلا الفتى فلان وكذب الرجل فلان فإن كان الفعل معتل الآخر مثل قضى ورمى وغزى ورضى وصدى قلبت آخره وواوا عند نقله إلى باب فعلا لتناسب الضمة قبلها فتقول قضوا وراموا وغزوا ورادوا وصادوا وإن كان معتل العين نحو جادا وسادا بقي على حاله وقدر النقل إلى باب فعلا لأنك لو قلت جودا وسودا لعادت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ومن هذا الباب ساء المتقدم ذكره مع نعم وبئس فإنه لما أريد به معنى بئس حول إلى باب فعلا فصار سوء ثم قلبت الواو ألفا لأنها متحركة مفتوح ما قبلها فرجع إلى ساء وإنما يذكر مع نعم وبئس لأنه يجري مجراهما في كل أمر ولا يخالف هما في حكم وأعلم أنه يجوز فيما يجري مجرى نعم وبئس سواء أكان مضموم العين أصالة أم تحويلا أن تسكن عينه مثل ظرف وفهما وأن تنقل حركتها إلى فائل نحو ظرف وفهما وعليه قول الشاعر لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا أي حسن هذا أدبا فذا اسم إشارة فاعل وأدبا تمييز والواو في قوله ولا أعطيهم واو المعية التي ينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة فأعطيهم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفيا وكان حقه أن يظهر الفتحة على الياء لخفتها لكنه أضمرها ضرورة يقول ما أحسن ألا يمنع الناس مني ما أردت من مالهم ومعونتهم مع بغلي لهم ما يريدون مني من مال ومعونة يقول ذلك منكرا على نفسه أن يعينه الناس ولا يعينهم فحسن للمدح والتعجب وأراد به هنا التعجب الإنكاري وكل في معناه يريد أنه يقهر الناس فيمنعهم ما يريدون منه ولا يستطيعون أن يمنعوه ما يريد منهم لعزته وسطوته وجعل هذا أدبا حسنا والصواب ما قدمناه لأن ما قبله من القصيدة يدل على ذلك وهو قول قد يعلم الناس أني من خيارهم في الدين دينا وفي أحسابهم حسبا واعلم أن الأدب الذي كانت تعرفه العرب هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم كترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاء واستلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسموا العالم بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبا وأن يسموا هذه العلوم الأدب وذلك كلام مولد لم تعرفه العرب بهذا المعنى لأن هذه العلوم قد حدثت في الإسلام وفيد ما يجري مجرى نعم وبئسة مع المدح أو الذن التعجب ومعنى التعجب فيه قوي ظاهر كما رأيت حتى إن بعض العلماء ألحقه بباب التعجب والحق أنه ملحق بالبابين لتضمنه المعنيين لذلك تجري عليه أحكام هذا الباب وأحكام ذلك من بعض الوجوه كما ستعلم عنوان حكم الملحق بنعمة ورئسة الصفحة السادسة والثمانون يجري ما يلحق من نعم وبئسة مجراهما من حيث الجمود وإن شاء المدح والذن إلا أنه يتضمن أيضا معنى التعجب كما تقدم وكذلك من حيث الفاعل والمخصوص فيكون فاعله كفاعلهما إن نسما أظاهرا معرفا بأل نحو عقل الفتى زهير أو مضافا إلى مقترن بها نحو قارؤ غلام الرجل خالد وإما ضميرا مستكرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو هدو رجلا علي غير أن فاعله الظاهر يخالف فاعلهما الظاهر في أمرين الأول جواز خلوه من أل نحو خطب علي ولا يجوز ذلك في فاعل نعمة وبئسا الثاني أنه لما أفاد فعله مع المدح أو الذن التعجب جاز أن يجر بكسرة باء زائبة تشبيها له بأفعل به في التعجب نحو شجع بخالد ولا يجوز ذلك في فاعلهما أما فاعله المدمر العائد على التمييز بعده فيوافق فاعلهما المدمر في أن الفعل معه يجوز أن يكون بلفظ واحد للجميع نحو المجتهدة حسن فتاة والمجتهدان حسن فتيين والمجتهدون حسن فتيان والمجتهدات حسن فتيات كما تقول المجتهدة نعم فتاة والمجتهدان نعم فتيين إلى آخره ويخالفه في جواز أن يكون على وفق ما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفا نحو المجتهد حسن فتا والمجتهدات حسن فتاة والمجتهدان حسن فتيين والمجتهدون حسن فتيان والمجتهدات حسن فتيات والمجتهدان ولا يجوز في نعم وبئس إلا أن يكون بلفظ واحد وذلك بأن يكون فاعلهما المضمر مفردا عائدا على التمييز بعده إلا ما كان من جواز تأنيفه إذا عاد على مؤنث كما تقدم عنوان تسعة نون التوكيد مع الفعل الصفحة السابعة والثمانون نون التوكيد إحداهما ثقيلة مفتوحة والأخرى خفيفة ساكنة وقد اجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين ويجوز أن تكتب النون المخففة بالألف مع التنوين كما في الآية الكريمة وهو مذهب الكوفيين فإن وقفت عليها وقفت بالألف ويجوز أن تكتب بالنون كما هو شائع وهو مذهب البصريين ولا يؤكد بهما إلا فعل الأمر والمضارع فأما فعل الأمر فيجوز توكيده مطلقا مثل إذ تهدم وتعلم وأن الماضي فلا يجوز توكيده مطلقا وقال بعضهم إن كان ماضيا لفظا مستقبلا معنا فقد يؤكد بهما على قلة ومنه الحديث فإما أدركن أحد منكم الدجال فإنه على معنى فإما يدركن ومنه قول الشاعر دام سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن الصوابة جائحا لأنه على معنى ليدو من فهو في معنى الأمر والأمر مستقبل وأما المضارع فلا يجوز توكيده إلا أن يقع بعد قسم أو أداة من أدوات الطلب أو النفي أو الجزاء أو بعدما الزائدة وتأكيده في هذه الأحوال جائز إلا بعد القسم فيجب طارة ويمتنع طارة أخرى كما ستعلم عنوان تأكيد المضارع بالنون وجوبا الصفحة الثامنة والثمانون يؤكد المضارع بالنون وجوبا إذا كان مثبتا مستقبلا واقعا في جواب القسم غير مفصول من لام الجواب بفاصل كقوله تعالى طالله لأكيدا أصنامكم وتوكيده بالنون ولزوم اللام في الجواب في مثل هذه الحال واجب لا معدل عنه وما ورد من ذلك غير مؤكد فهو على تقدير حرف نافية ومنه قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ وعلى هذا فمن قال والله أفعل أثم إن فعل لأن المعنى والله لا أفعل فإن أراد الإثبات وجب أن يقول والله لا أفعل وحينئذ يأثم إن لم يفعل عنوان التوكيد بها جوازا الصفحة التاسعة والثمانون يؤكد المضارع بالنون جوازا في أربع حالات واحد أن يقع بعد أداة من أدوات الطلب وهي لام الأمر ولا أنها وأدوات الاستشهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض وهذه أنثلتها لتجتهدن لا تكسلن هل تفعلن الخير ليتك تجدن لعلك تفوجن ألا تزورا المدارس الوطنية هل لا يرعى وإن الغاوي عن غيه اثنان أن يقع شرطا بعد أداة شرط مصحوبة بماء الزائدة فإن كانت الأداة إن فتأكيده حينئذ قريب من الواجب حتى قال بعضهم بوجوبه ولم يرد في القرآن الكريم غير مؤكد كقوله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقوله فإما ترين من البشر أحدا وندر استعماله غير مؤكد كقول الشاعر يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة فما اتخلي عن الإخوان من شيامي وإن كانت الأداة غير إن فتأكيده قليل نحو حيثما تكون أن آتك متى تسافر أن أسافر وأقل منه أن يقع جواب شرط أو بعد أداة غير مصحوبة بما الزائدة فالأول قول الشاعر ومهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنع والآخر كقول الآخر من نثقفن منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي ثلاث أن يكون منفيا بلا بشرط أن يكون جوابا للقسم كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيدن الذين ظلموا منكم خاصة وأقل منه أن يكون منفيا بلم كقول الشاعر يصف جبلا عمه الخصب وحفه النبات يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما وإنما سوغ توكيد المنفي بلم مع أنه في معنى الماضي والماضي لا يؤكد جنون كونه منفيا وأنه مضارع في الله أربعة أن يقع بعدما الزائدة غير مسبوقة بأداة شرط ومنه قولهم بعين ما أرينك وقولهم بجهد ما تبلغن وقولهم بألم ما تختننه ويروى أيضا تختنن وقول الشاعر إذا مات منهم ميت سرق ابنه ومن عبط ما ينبت شكيرها انتهى الوجه الأول عنوان امتناع توكيد المضارع بن نون الصفحة الثانية والتسعون يمتنع توكيد المضارع بن نون في أربع حالات واحد أن يكون غير مسبوق بما يجيز توكيده كالقسم وأدوات الطلب والنفي والجزاء وما الزائدة اثنان أن يكون منفيا واقعا جوابا لقسم نحو والله لا أنقض عهد أمتي ولا فرق بين أن يكون حرف النفي ملفوظا كهذه الأمثلة وأن يكون مقدرا كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ ثلاثة أن يكون للحال نحو والله لتذهب الآن ومنه قول الشار يمينا لأبغض كل مرئ يزخرف قولا ولا يحعل وقول الآخر لإن تك قد ضاقت عليكم بوتكم لا يعلم ربي أن بيت يواسع أربعة أن يكون مفصولا من لام جواب القسم كقوله تعالى لإن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وقوله ولو سوف يعطيك ربك فترضى عنوان أحكام النون والفعل المؤكد بها واحد لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ضمير التثنية فلا يقال والله لتذهبان ولا بعد نون النسوة فلا يقال لا تذهبن أما بعد واو الجماعة ويا المخاطبة فتقع نحو هل تذهبون هل تذهبينا ونحو لا تذهبن اذهبن لا تذهبن اذهبن اثنان اذا وقعت النون المشددة بعض ضمير التثنية ثبتت الالف وكسرت النون تشبيها لها بنون التثنية في الاسماء نحو اكتباني ليكتباني فان فان كان الفعل المضارع مرفوعا حذفت نون الرفع ايضا كي لا تتوالى ثلاث ننات نحو هل تكتباني والاصل تكتباني وانما ثبتت الالف مع اجتماع ساكنين هي النون الاولى من النون المشددة والالف لسهولة نبق بالالف مع ساكن بعدها ثلاث واذا وقعت نون التوكيد بعد واو الجماعة المضموم ما قبلها اوياء المخاطبة المكسور ما قبلها حذفت واو الجماعة وياء المخاطبة حذر التقاء الساكنين وبقيت حركة ما قبلهما على حالها نحو اكتبن اكتبن لا يكتبن ادعن ادعن لا يدعن ارمن ارمن لا يرمن والاصل اكتبونا اكتبين لا يكتبون ادعون ادعين ليدعون ترمون ترمين لا يرمون فان كان الفعل مضارعا مرفوعا تحذف نون الرفع اولا ثم تحذف الواو والياء لاجتماع ساكنين بعد حذف النون نحو هل تذهبن هل تذهبن والاصل تذهبون وتذهبين حدفت نون الرفع كراهة اجتماع ثلاث نون فاجتمع بعد حذفها ساكنان واو الجماعة او ياء المخاطبة والنون الاولى من النون المشددة فحذفت الواو والياء حذر التقاء الساكنين اربعا ان كان ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة المتصلين بالنون مفتوحا ثبتت الواو والياء نحو هل تخشون اخشون هل ترضينا ارضينا غير ان واو الجماعة تضم وياء المخاطبة تكسر ويبقى ما قبلهما على حاله من الفتح كما رأيت وحق الواو ولياء ان تكون ساكنتين وانما حركت الواو بالضمة ولياء بالكسرة تخلصا من اجتماع ساكنين وهم الواو اولياء والنون الاولى من النون المشددة واعلم ان النون المشددة حرفان اولهما ساكن فان الحرف المشددة حرفان في اللفظ وان كان حرفا واحدا في الخط خمسة اذا لحقت نون التوكيد اخر الفعل المسند الى ضمير مستتر او اسم ظاهر فتح اخره نحو هل تكتبن ليكتبن زهير اكتبن فان كان معتل الاخر بالالف قالت تهياء نحو هل تسعين اسعين ستة اذا اكتبن الامر المبني على حرف اخره والمضارع المجزوم بحرف اخره رددت اليه اخره ان كان واوا او ياء مبنيا على الفتح فتقول في ادعو ولا تدعو وامشي ولا تمشي ادعو وامنا لا تدعو امشي لا تمشي فان كان المحذوف الفا قالت تهياء فتقول فخش وليخش اخشي وليخشي سبعة اذا ولي نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بالف كراهية اجتماع النونات نحو يكتبن واكتب وحين اذن تكسر نون التوكيد وجوبا كما رأيت تشبيها لها بالنون بعد الف مثنى اما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة كما تقدم ثمانية النون المخففة ساكنة كما علمت فان وليها ساكن حذفت فرارا من اجتماع الساكنين نحو اكرم الكريم والاصل اكرما ومنه قول الشاعر ولا تهينا الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع والاصل لا تهينا ويزوج قلبها الفا عند الوقف فتقول في اكتبن اذا وقفت عليه اكتبا ومنه قول الشاعر اقصر فلست بمقصر جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فاربعا وقول الاخر واياك والميتات لا تقرب النها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا الباب الثاني الاسم واقسامه الصفحة السابعة والتسعون وهو يشتمل على ثلاثة عشر فصلا واحد الموصوف والصفة الاسم على ضربين موصوف وصفة فالاسم الموصوف ما دل على ذات الشيء وحقيقة وهو موضوع لتحمل عليه الصفة كرجل وبحر وعلم وجه ومنه المصدر واسم الزمان والمكان واسم الآلة وهو قسمان اسم عين واسم معنى فاسم العين ما دل على معنى يقوم بذاته كفرس وحجر واسم المعنى ما دل على معنى لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره ومعناه اما وجودي كالعلم والشجاعة والجود واما عدمي كالجهل والجبن والبخل والاسم الصفة ما دل على صفة شيء من الاعيان او المعاني وهو موضوع ليحمل عليه ما يوصف به وهو سبعة انواع اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر الموصوف به والاسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة والاسم المنسوب عنوان اثنان المذكر والمؤنث الصفحة الثامنة والتسعون الاسم اما مذكر واما مؤنث فالمذكر ما يصح ان تشير اليه بقولك هذا كرجل وحصان وقمر وكتاب وهو قسمان حقيقي وهو ما يدل على ذكر من الناس او الحيوان كرجل وصبي واسد وجمل ومجازي وهو ما يعامل معاملة المذكر من الناس او الحيوان وليس منها كبدر وليل وباب والمؤنث ما يصح ان تشير اليه بقولك هذه كمراء وناقة وشمس ودار وهو اربعة اقسام لفظي ومعنوي وحقيقي ومجازي فالمؤنث اللفظي ما لحقته علامة التأنيث سواء ادل على مؤنث كفاطمة وخديجة ام على مذكر كطلحة وحمزة وزكرياء وبهمة والمؤنث الحقيقي ما دل على انفى من الناس او الحيوان كامرأة وغلامة وناقة واتان والمؤنث المجازي ما يعامل معاملة الانفى من الناس او الحيوان وليس منها كشمس ودار وعين ورجل ومن الاسماء ما يذكر ويؤنث كالدلو والسكين والسبيل والطريق والسوق واللسان والذراع والسلاح والصاع والعنق والخمر وغيرها ومنها ما يكون للمذكر والمؤنث وفيه علامة التأميث كالسخلة والحية والشاه والربعة علامات التأميث الصفحة التاسعة والتسعون للتأميث ثلاث علامات التاء المربوطة وألف التأميث المقصورة وألفه المندودة كفاطمة وسلم وحسنان فالتاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر منها والمؤنث كبائع وبائعة وعالم وعالمة ومحمود ومحمودة ولا حاقها غير الصفات سماعي كتمرة وغلامة وحمارة والأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها التاء إلا سماعا فلا يقال حائضة وطالقة وثيبة ومطفلة ومتئمة بل حائض وطالق وثيب ومطفل ومتئم وسمع مردعة قال تعالى يوم تذهل كل مردعة عما أرضع والأصل في لحاق التاء الأسماء إنما هو تمييز المؤنث من المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات ككريم وكريمة وفاضل وفاضلة وهو في الأسماء قليل كمرئ وامرأة وإنسان وإنسانة وغلام وغلامة وفتى وفتاه ورجل ورجلة وتكثر زيادة التاء لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات كثمر وثمرة وتمر وتمر ونخل ونخلة وشجر وشجرة وتقل في المصنوعات كجر وجرة ولبن ولبنة وسفين وسفينة وقد يؤتى بها للمبالغة كعلامة وفحامة ورحالة وقد تكون بدلا من ياء مفاعل كزحاجحة ويكثر ذلك في المعرب كزنادقة أو بدلا من ياء النسبة كدماشقة ومشارقة ومغاربة أو للتعويض من فائل كلمة المحذوفة كعدة وأصلها وعد أو من عينها المحذوفة كإقامة وأصلها إقوام أو من نئلامها المحذوفة كالغة أصلها لغة عنوان ما يستوي فيه المؤنث والمذكر الصفحة المتممة للمئة ما كان من الصفات على وزن محعل كمغشم ومقول أو مفعال كمعطار ومقوال أو مفعيل كمعطير ومسكير أو فعول بمعنى فاعل كصبور وضيور أو فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح أو على وزن فعل بمعنى مفعول كذبح وطحن أو على فعل بمعنى مفعول كجزر وسلب أو مصدرا مرادا به الوصف كعدل وحق يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا تلحقه علامة التأنيث يقال رجل مغشم ومقوال ومسكير وغيور وقتيل وعدل وجمل ذبح وجذر وامرأة مقوال ومعطار ومعطير وجريح وعدل وناقة ذبح وجذر وما لحقته التأ من هذه الأوزان كعدوة وميقانة ومسكينة ومعطارة فهو شاف وإن كان فعول بمعنى مفعول تلحقه التأ كأقولة بمعنى مأقولة وركوبة بمعنى مركوبة وحلوبة بمعنى محلوبة ويقال أيضا أقول وركوب وحلوب وإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التأ ككريمة وظريفة ورحيمة وقد يزرد منها كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن كان بمعنى مفعول فإن أريد به معنى الوصفية وعلم الموصوف لم تلحقه في الأكثر الأغلب كامرأة جريح وقد تلحقه على قلة كخصلة حميدة وفعلة ذمينة وإن استعمل استعمال الأسماء إلى الصفات لحقته التأ كذبيحة وأكيلة ونطيحة وكذا إن لم يعلم الموصوف أمذكر هو أم مؤنث مثل رأيت جريحة أما إذا علمى فلا نحو رأيت امرأة جريحا أو رأيت جريحا ملقاة في الطريق ونحو كوني صبورا على المصائب حمولا للنوائب ثلاثة المقصور والمندود والمنقوص الصفحة الثانية بعد المئة الاسم إما صحيح الآخر وهو ما ليس آخره حرف إلا ولا ألفا مندودة كالرجل والمرأة والكتاب والقلم وإما شبه الصحيح الآخر وهو ما كان آخره حرف إلا ساكنا ما قبله كدلو وذبي وهدي وسعي سمي بذلك لظهور الحركات الثلاث على آخره كما تظهر على الصحيح الآخر مثل هذا ظبي يشرب من دلو رأيت ظبيا فملأت له دلو وإما مقصور وإما ممدود وإما منقوص عنوان الاسم المقصور الصفحة الثانية بعد المئة الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف ثابتة سواء أكتبت بصورة الألف كالعصى أم بصورة الياء كموسى ولا تكون ألفه أصلية أبدا وإنما تكون منقلبة أو مزيدة والمنقلبة إما منقلبة عنوان كالعصى وإما منقلبة عنياء كالفتاء فإنك تقول في تثنيتهما عصوان وفتيان والمزيدة إما أن تزاد للتأميث كحبلة وعطشة وذكرة فإنها من الحبل والعطش والذكر وإما أن تزاد للإلحاق كأرقى ونفقى الأولى ملحقة بجعفر والثانية ملحقة بدرهم وتسمى هذه الألف الألف المقصورة وهي ترسم بصورة الياء إن كانت رابعة فصاعدا كبشرى ومصطفى ومستشفى أو كانت ثالثة أصلها الياء كالفتاء والهدى والنداء وترسم بصورة الألف إن كانت ثالثة أصلها الواو كالعصى والعلا والرباء وإذا نون المقصور حذفت ألفه لفظا وثبتت خطا مثل كنفة يدعو إلى هدى والمقصور على نوعين قياسي وسماعي عنوان الاسم المقصور القياسي الصفحة الثالثة بعد المئة الاسم المقصور القياسي يكون في عشرة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر وهي الأول مصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل بكسر العين فإن وزنه فعل بفتحتين مثل جوي جوا ورضي رضا وغني غنا الثاني ما كان على وزن فعل بكسر ففتح مما هو جمع فعله بكسر فسكون مثل ميرا وحلا جمع ميريا وحليا الثالث ما كان على وزن فعل بضم ففتح مما هو جمع فعله بضم فسكون مثل عرم ومدن ودما جمع عروا ومدية ودمية الرابع ما كان على وزن فعل بفتحتين من أسماء الأجناس التي تدل على الجمعية إذا تجردت من التاء وعلى الوحدة إذا لحقتها التاء مثل حصات وحصن وقطات وقطن الخامس اسم المفعول الذي ماضيه على ثلاثة أحرف مثل معطم ومصطفى ومستشفى السابس وزن مفعل بفتح المين والعين مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان مثل المحيا والمأتا والمرقى السابع السابع وزن مفعل بكسر المين وفتح العين مدلولا به على آلة مثل المكوى والمهدى والمرمى الثامن وزن أفعل صفة للتفضيل مثل الأدنى والأقصى أو لغير التفضيل مثل الأحوى والأعمى التاشى جمع المؤنث من أفعل للتفضيل مثل الدنى والقصى جمع الدنيا والقصى العاشر مؤنث أفعل للتفضيل من الصحيح الآخر أو معتله مثل الحسن والفضل تأنيف الأحسن والأفضل والدنيا والقصية تأنيف الأدنى والأقصى عنوان الاسم المقصور السماعي الصفحة الخامسة بعد المئة الاسم المقصور السماعي يكون في غير هذه المواضع العشرة مما ورد مقصورا فيحفظ ولا يقاس عليه وذلك مثل الفتا والحجا والثرى والسماع والهدى والرحا عنوان الاسم الممدود الصفحة الخامسة بعد المئة الاسم الممدود هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل السماء والصحراء فإن فإن كان قبل آخره ألف غير زائدة فليس باسم ممدود وذلك مثل الماء والداء فهذه الألف ليست زائدة وإنما هي مقلبة والأصل موأ ودوأ بدليل جمعهما على أمواء وأدواء وهمزته إما أن تكون أصلية كقراء ووضاء لأنهما من قارآ ووضؤ وإما أن تكون مبدلة من واو أو ياء فالمبدلة من الواو مثل سماء وعداء أصلهما سماء وعداء لأنهما من سماء يسمو وعداء يعدو والمبدلة من الياء مثل بناء ومشاء أصلهما بناء ومشاء لأنهما من بناء يبني ومشى يمشي وإما أن تكون مزيدة للتأنيف كحسناء وحمراء لأنهما من الحسن والحمرة وإما أن تكون مزيدة للإلحاق كحرباء وقوباء والمندود قسمان قياسي وسماعي عنوان المندود القياسي الصفحة السادسة بعد المئة الاسم المندود القياسي يكون في سبعة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر الأول مصدر الفعل المزيد في أوله همزة آتا إيتاء وأعطى إعطاء وانجل جلاء وارع وارعواء وارتاء ارتئاء واستقصى استقصاء الثاني ما دل على صوت من نظر الفعل الذي على وزن شعل يفعل لفتح العين في الماضي وضمنها في المدارع مثل رغى البعير يرغ رغاء وثغت الشفات تثغ ثغاء الثالث ما كان من المصادر على فعال بكسر الفائ مصدرا لشاعل مثل والا ولاء وعاد عداء ومار مراء وراء راء وناد نداء ورام رماء الرابع ما كان من الأسماء على أربعة أحرف مما يجمع على أفعله مثل كثاء وأكسية ورداء وأردية وغطاء وأغطية وقباء وأقبية الخامس ما صيغ من المصادر على وزن تفعال أو تفعال مثل عدا يعدو تعداء ومشى يمشي تنشاء السادس ما صيغ من الصفات على وزن فعال أو مفعال للمبالغة مثل العداء والماطاء السابع مؤنث أفعل لغير التفضيل سواء أكان صحيح الآخر مثل أحمر وحمراء وأعرج وأعرجاء وأنجل ونجلاء أم معتلة مثل أحوى وحواء وأعمى وعمياء وألماء ونمياء انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب عنوان الممدود السماعي الصفحة السابعة بعد الماء الاسم الممدود السماعي يكون في غير هذه المواضع السبعة مما ورد ممدودا فيحفظ ولا يقاس عليه وذلك مثل الفتاء والسناء والغناء والثراء عنوان قصر الممدود ومد المقصور الصفحة الثامنة بعد الماء يجوز قصر الممدود فيقال في دعاء دعاء وفي صفراء صفراء ويقبح مد المقصور فيقبح ان يقال في عصم عصاء وفي غنى غناء عنوان الاسم المنقوص الصفحة الثامنة بعد الماء الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها مثل القاضي والرائي فان كانت ياءه غير ثابتة فليس بمنقوص مثل احسن الى اخيك وكذا ان كان ما قبلها غير مكسور مثل ضبي وسعي واذا تجرد من ال والاضافة حذفت ياءه لفظا وخطا في حالتي الرفع والجر نحو حكم قاض على جان وثبتت في حالة النصب نحو جعلك الله هاديا الى الحق داعيا اليه اما مع ال والاضافة فتثبت في جميع الاحوال نحو حكم القاضي على الجان وجاء قاضي القضاء وترد اليه اوه المحذوفة عند تثنيته فتقول في قاض قاضيان عنوان اربع اسم الجنس واسم العلم الصفحة التاسعة بعد المئة الاسم ايضا على نوعين اسم جنس واسم علم اسم الجنس اسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون اخر من افراد جنسه كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان ومنه الضمائر واسماء الاشارة والاسماء الموصولة واسماء الشرط واسماء الاستفهام فهي اسماء اجناس لانها لا تختص بفرد دون اخر ويقابله العلم فهو يختص بواحد دون غيره من افراد جنسه وليس المراد باسم الجنس ما يقابل المعرفة بل ما يجوز اطلاقه على كل فرد من الجنس فالضمائر مثلا معارف غير انها لا تختص بواحد دون اخر فان انت ضمير للواحد المخاطب ويصح ان تخاطب به كل من يصلح للخطاب وهو ضمير للغائب ويصح ان يكنى به عن كل مذكر غائب وانا ضمير للمتكلم الواحد ويصح ان يكنى به ويصح ان يكني به عن نفسه كل متكلم فانت ترى ان معناها يتناول كل فرد ولا يختص بواحد دون اخر وقس على ذلك اسماء الاشارة والاسماء الموصولة فاسم الجنس انما يقابل العلم فذاك موضوع ليتناول كل فرد وهذا مختص بفرد واحد لا يتناول غيره وضعا عنوان اسم العلم الصفحة التاسعة بعد المئة العلم اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة كخالد وفاطمة ودمشق والنيل ومنه اسماء البلاد والاشخاص والدول والقبائل والامهار والبحار والجبال وانما قلنا بحسب وضعه لان الاشتراك بحسب الاتفاق لا يضر كخليل المسمى به اشخاص كثيرون فاشتراكهم في التسمية انما كان بحسب الاتفاق والتصادف لا بحسب الوضع لان كل واحد من الواضعين انما وضع هذا لسم لواحد بعين اما النكرة كرجل فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذات واحدة فالواضع قد وضعها شائعة بين كل فرد من افراد جنسها وكذا المعرفة من اسماء الاجناس كالضمائر واسم الاشارة كما قدمنا والعلم يعين مسماه بلا قرينة اما بقية المعارف فالضمير يعين مسماه بقرينة التكلم او الخطاب او الغيبة واسم الاشارة يعينه بواسطة اشارة حسية او معنوية واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده والمعرف بأل يعينه بواسطتها والنكرة المقصورة بالنداء تعينه بواسطة قصدها به والنكرة المضافة الى معرفة تعينه بواسطة اضافتها اليها وينقسم العلم الى علم مفرد كأحمد وسليم ومركب اضافي كعبد الله وعبد الرحمن ومركب مزجي كبعل بك وسيبويه ومركب اسنادي كجاد الحق وتأبط شرم علمين لرجلين وشاب قرناها علم لمرأة وينقسم ايضا الى اسم وكنية ولقب والى مرتجل ومنقول والى علم شخص وعلم جنس ومن انواعه العلم بالغلب عنوان الاسم والكنية واللقب الصفحة العاشرة بعد المع العلم الاسم ما وضع لتعين المسمى اولا سواء ادل على مدح ام ذم كسعيد وحنظلة ام كان لا يدل كزيد وعمر وسواء اصدر باب او ام او لم يصدر بهما فالعبرة باسمية العلم انما هي الوضع الاولي والعلم الكنية ما وضع ثانيا اي بعد الاسم وصدر باب او ام كاب الفضل وام كل ثوم والعلم اللقب ما وضع ثالثا اي بعد الكنية واشعر بمدح كالرشيد وزين العابدين او ذن كالاعشا والشنفرا او نسبة الى عشيرة او قبيلة او بلدة او قطر كان يعرف الشخص بالهاشمي او التميمي او البغدادي او المصري ومن كان له علم مصدر باب او ام ولم يشعر بمدح او ذم ولم يوضع له غير كان هذا العلم اسمه وكنيته ومن كان له علم يدل على مدح او ذم ولم يكن مصدرا باب او ام ولم يكن له غيره كان اسمه ولقبه فان صدر مع اشعاره بمدح او ذم باب او ام كان اسمه وكنيته ولقبه فالمشاركة بين الاسم والكنية واللقب قد تكون ان وضع ما يصلح للمشاركة وضعا اوليا عنوان احكام الاسم والكنية واللقب الصفحة الحادية عشرة بعد المئة اذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب كهارون الرشيد واويس القرني ولا ترتيب بين الكنية وغيرها تقول ابو حفص عمر او عمر ابو حفص واذا اجتمع على مان لمسمى واحد فان كان مفردين اضفت الاول الى الثاني مثل هذا خالد تميم ولك ان تتبع الاخر الاول في اعرابه على انه بدل منه او عطف بيان لا فتقول هذا خالد تميم الا ان كان الاول مسبوق بأل او كان الثاني في الاصل وصفا مقترنا بأل فيجب الاتباع مثل هذا الحارث زيد ورحم الله هارون الرشيد وكان حاتم الطائي مشهور بالكرم وان كان مركبين او كان احدهما مفردا والاخر مركبا اتبعت الثاني الاول في اعرابه وجوبا تقول هذا ابو عبد الله محمد ورأيت ابا عبد الله محمدا ومررت بابي عبد الله محمد وتقول هذا علي زين العابدين ورأيت علي زين العابدين ومررت بعلي زين العابدين وتقول هذا عبد الله علم الدين ورأيت عبد الله علم الدين ومررت بعبد الله علم الدين عنوان العلم المرتجن والعلم المنقول الصفحة الثانية عشرة بعد المئة العلم المرتزل ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها بل استعمل من اول الامر علما كسعاد وعمر والعلم المنقول وهو الغالب في الاعلام ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية وهو اما منقول عن مصدر كفضل واما عن اسم جنس كاسد واما عن صفة كحارف ومسعود وسعيد واما عن فعل كشمر وابان ويشكر ويحيا وازذ وقم واما عن جملة كجاد الحق وتعب تشرا عنوان علم الشخص وعلم الجنس الصفحة الثالثة عشرة بعد المئة العلم الشخصي ما خصص في اصل الوضع بفرد واحد فلا يتناول غيره من افراب جنسه فخالد وسعيد وسعادا ولا يضره مشاركة غيره اياه في التسمية لان المشاركة انما وقعت بحسب الاتفاق لا بحسب الوضع وقد سبق الكلام عليه والعلم الجنسي ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه كأسامة علما على الاسد وابي جعدة على الزئد وكسر على من ملك الفرص وقيصر على من ملك الروم وخاقان على من ملك الترك وتبع على من ملك اليمن والنجاشي على من ملك الحبشة وفرعون على من ملك القط والعزيز على من ملك مصر وهو يكون اسما كثعالة للثعلب وهو آلة للذئب ويكون كنية كأم أرية للعقرب وأم عامر للدبع وأب الحارث للأسد وأب الحصين للثعلب ويكون لقبا كالأخطل للهر وذناب للكلب وقد يكون علما على المعاني كبرة علما على البر وفجاري على الفجرة وكيسانة على الغدر وأم قشعم على الموت وأم صبور على الأمر الشديد وحمادي للمحمدة ويساري للميسرة وعلم الجنس نكرة في المعنى لأنه غير مختص بواحد من أفراد جنسه كما يختص علم الشخص وتعريفه إنما هو من جهة اللفظ فهو يعامل معاملة علم الشخص في أحكامه اللفظية والفرق بينهما هو من جهة المعنى لأن العلم الشخصية موضوع لواحد بعينه والعلم الجنسي موضوع للجنس كله أما من جهة اللفظ فهو كعلم الشخصي من حيث أحكامه اللفظية تماما فصح الابتداء به مثل ثعالة مراوغ ومجيء الحال منه مثل هذا أسامة مقبلا ويمتنع من الصرف إذا وجد مع العلمية علة أخرى مثل ابتعد من ثعالة ولا يسبقه حرف التعريف فلا يقال الأسامة كما يقال الأسد ولا يضاف فلا يقال أسامة الغابة كما تقول أسد الغابة وكل ذلك من خصائص المعرفة فهو بهذا لاعتبار معرفة والفرق بينه بين اسم الجنس النكرة أن اسم الجنس نكرة لفظا ومعنى أما معنى فلعدم اختصاصه بواحد معين وأما لفظا فلأنه تسبقه ألا فيعرف بها ولأنه لا يبتدع به ولا تجيء منه الحال وأما علم الجنس فهو نكرة من حيث معنى لعدم اختصاصه معرفة من حيث لفظه فله أحكام العلم اللفظية كما قدمنا ولا فرق بينه ولا فرق بينه وبين المعرف بأري الجنسية من حيث الدلالة على الجنس برمته ومن حيث التعريف اللفظي تقول أسامة شجاع كما تقول الأسد شجاع فهما نكرتان من جهة المعنى معرفتان من جهة اللفظة فعلم الجنس عند التحقيق كالمعرف بأري الجنسية من حيث المعنى والاستعمال اللفظي عنوان العلم بالغلبة الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة وقد يغلب المضاف إلى معرفة والمقترن بألي العهدية على ما يشاركهما في الدلالة فيصيران علمين بالغلبة مختصين من بين سائر الشركاء بواحد فلا ينصرفان إلى غيره وذلك كابن عباس وابن عمر وابن مالك والعقبة والمدينة والألفية فهي أعلام بغلبة الاستعمال وليست أعلاما بحسب الوضع فابن عباس هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب وابن عمر هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب وابن مالك هو محمد ابن مالك صاحب الأرجوزة الألفية المشهورة في النحو والعقبة ميناء على ساحل البحر الأحمر والمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اسمها يثرب والألفية هي الأرجوزة النحوية التي نظمها ابن مالك وكل هذه الأعلام يصح إطلاقها في الأصل على كل ابن للعباس وعمر ومالك وعلى كل عقبة ومدينة وألفية لكنها تغلبت بكثرة الاستعمال على ما ذكر فكانت عليها بالغلبة عنوان إعراب العلم الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة العلم المفرد يعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو نصب أو جر نحو جاء زهير ورأيت زهيرا ومررت بزهير والمركب الإضافي يعرب جزءه الأول كما يقتضيه الكلام ويجر الجزء الثاني بالإضافة والمركب المزيجي يكون جزءه الأول مفتوحا دائما وجزءه الثاني إن لم يكن كلمة وي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتركيب المزيجي مثل بعلبك بلدة طيبة الهواء ورأيت بعلبك وصافرت إلى بعلبك وإن كان جزءه الثاني كلمة وي يكن مبنيا على الكسر دائما وهو في محل رفع أو نصب أو جر كما يقتضيه مركزه في الجملة مثل رحم سيب وي ورحم الله سيب وي ورحمة الله على سيب وي والمركب الإسنادي يبقى على حاله فيحكى على رفضه في جميع الأحوال ويكون أعرابه تقديريا تقول جاء جاد الحق ورأيت جاد الحق ومررت بجاد الحق والمركب العددي كخمسة عشر وما جرى مجرى كحيص بيص وبيت بيت إن سميت بهما أبقيتهما على بنائهما كما كانا قبل العالمية ويجوز إعرابهما إعراب ما لا ينصرف كأنهما مركبان مزجيان فيجريان مجرى بعلبك وحضر موت والأول أولى عنوان خمسة الضمائر وأنواعها الصفحة السادسة عشرة بعد المئة الضمير ما يكنا به عن متكلم أو مخاطب أو غائب فهو قائم مقام ما يكنا به عنه مثل أنا وأنت وهو وكالتائم كتبت وكتبت وكتبتي وكالواو من يكتبون وهو سبعة أنواع متصل ومنفصل وبارز ومستتر ومرفوع ومنصوب ومجرور عنوان الضمير المتصل الصفحة السادسة عشرة بعد المئة الضمير المتصل ما لا يبتدع به ولا يقع بعد إلا إلا في ضرورة الشعر كالتاء والكاف من أكرمتك فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد ورض في الشعر ضرورة كما قال الشعر وما علينا إلا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك بيار وكما قال الآخر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر وهو إما أن يتصل بالفعل كالواو من كتب أو بالاسم كالياء من كتاب أو بالحرف كالكاف من عليك والضمائر المتصلة تسعة وهي التاء وناء والواو والألف والنون والكاف والياء والهاء وهاء فالألف والتاء والواو والنون لا تكون إلا ضمائر للرفع لأنها لا تكون إلا فاعلا أو نائب فاعل مثل كتبا وكتبت وكتبوا وكتبنا ناء والياء تكونان ضمير رفع مثل كتبنا وتكتبينا واكتبي وضميري نصب مثل أكرمني المعلم وأكرمنا المعلم وضميري جر مثل صرف الله عني وعنا المكروه والكاف والهاء وهاء تكون ضمائر نصب مثل أكرمتك وأكرمته وأكرمتها وضمائر جر مثل أحسنت إليك وإليه وإليها ولا تكون ضمائر رفع لأنها لا يسند إليها عنوان ثوائد خمس الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة واحد واو الضميري والهاء المتصلة بها ميم الجمعي خاصتان بجمع الذكور العقلاء فلا يستعملان لجمع الإناف ولا لجمع المذكر غير العاقل اثنان الضمير في نحو جئتما وجئتم وجئتنا إنما هو التاء وحدها وفي نحو أكرمكما وأكرمكم وأكرمكنا إنما هو الكاف وحدها وفي نحو أكرمهما وأكرمهم وأكرمهن إنما هو الهاء وحدها والميم والألف اللاحقتان للضمير حرفان هما علامة التثنية ومن العلماء من يجعل الميم حرف عماد والألف علامة التثنية وسميت الميم حرف عماد لإعتماد المتكلم والسامع عليها في التفرقة بين ضمير التثنية وضمير الواحدة وليس هذا القول ببعيد والميم وحدها اللاحقة للضمير حرف هو علامة جمع الذكور العقلاء والنون المشددة اللاحقة للضمير حرف هي علامة جمع المؤنث ومن العلماء من ينظر إلى الحال الحاضرة فيجعل الضمير وما يلحقه من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد وهذا أقرب والقولان الأولان أحق ثلاثة تضمها الضمير إلا إن سبقها كسرة أو ياء ساكنا فتكسر تقول من عثر فأقله عثرته وخذ بيده إشفاقا علي وإحسانا إلي وتقول هذا أبوهم وأكرمت أباهم وأحسنت إلى أبيهم أربعة يجوز في ياء المتكلم السكون والفتح إلا إن سبقها ساكن كألف المقصور وياء المنقوص وألف التثنية وياء التثنية والجمى فيجب فتحها دفعا لالتقاء الساكنين مثل هذه عصايا وهذا راجيا وهاتان عصوايا ورفعت عصايا وهؤلاء معلمية خمسة تبدل ألف إلى وعلى ولدا ياء إذا اتصلت بضمير مثل إلي وعليه ولديك عنوان نون الوقاية الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة إذا لحقت ياء المتكلم الفعل أو اسم الفعل وجب الفصل بينهما بنون تسمى نون الوقاية لأنها تقي ما تتصل به من الكسر أي تحفظه منه تقول أكرمني ويكرمني وأكرمني وتكرمونني وأكرمتني وأكرمتني فاطمة ونحو رويدني وعليكني وإن لحقت الأحرف المشبهة بالفعل فالكثير إثباتها ما عليت وحذفها ما لعل وبه ورد القرآن الكريم قال تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وقال جل شأنه لعلي أبلغ الأسباب ونبر حذفها مع ليت وإثباتها مع العلى فالأول كقول الشاعر كمنيت جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي والثاني كقول الآخر فقلت أعيران القدوم لعلني أخذت بها قبرا لأبيض ماجدي أما مع إن وأنا ولكن فأنت بالخيار إن شئت أثبتها وإن شئت حذفتها انتهى الوجه الأول وإن لحقت ياء المتكلم من وعن من حروف الجر فصلت بينهما بنون الوقاية وجوبا وشذ قول الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني أما ما عداهما فلا فصل بها عنوان الضمير المنفصل الصفحة العشرون بعد المئة الضمير المنفصل ما يصح الابتداء به كما يصح وقوعه بعد إلا على كل حال كأنا من قولك أنا مجتهد وما اجتهد إلا أنا والضمائر المنفصل أربعة وعشرون ضميرا إثنى عشر منها مرفوعة وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا وهو وهي وهما وهم وهنا واثنى عشر منها منصوبة وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن ولا تكونهم إلا لجماعة الذكور العقلاء ويجوز تسكين هائي هو بعد الواو والفاء نحو وهو الغفور الودود ونحو فهو على كل شيء قدير وهو كثير شائع وبعد لام التأكيد كقولك إن خالد إن خالدا لهو شجاع وهو قليل عنوان فائدة الصفحة العشرون بعد المئة الضمير في أنت وأنت وأنتما وأنتن إنما هو أن والتاء اللاحقة لها هي حرف خطاب والضمير فيهم وهما وهن إنما هو الهاء المخففة من هو والميم والألف في أنتما وهما حرفان للدلالة على التثنية أو الميم حرف عماد والألف علامة التثنية كما سبق والميم في أنتم وهم وهم حرف هو علامة جمع الذكور العقلاء والنون المشددة في أنتن وهن حرف هو علامة جمع الإناث ومن النحات من يجعل الضمير وما يلحق به من العلامات كلمة واحدة بأعراب واحد كما سبق في الضمير المتصل عنوان اتصال الضمير وانفصال الصفحة الحادية والعشرون بعد المئة الضمير قائم مقام لسم الظاهر والغرض من الإتيان به الاختصار والضمير المتصل أخسر من الضمير المنفصل فكل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل فيقال أكرمتك ولا يقال أكرمت إياك فإن لم يمكن اتصال الضمير تعين انفصاله وذلك إذا اقتضى المقام تقديمه كقوله تعالى إياك نعبد أو كان مبتدأ نحو أنت مجتهد أو خبر نحو المجتهدون أنتم أو محصورا بإلا أو إنما كقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقول الشاعر أنا الذائد الحام الذنار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي أو كان عامله محظوفا مثل إياك وما يعتذر أو مفعولا لمصدر مضاف إلى فاعله مثل يصرني إكرام الأستاذ إياك أو كان تابعا لما قبله في الإعراب كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم وضمير ويجوز فصل الضمير ووصله إن كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها مثل كنته وكنت إياه أو كان ثاني ضميرين منصوبين بعامل من باب أعطى أو ظن تقول سألتكه وسألتك إياه وظننتكه وظننتك إياه وضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب أي أعرف منه وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإذا اجتمع ضميران متصلان في باب كان وأعطى وظن وجب تقديم الأخص منهما مثل كنته وسنيه وظننتكه فإن فإن انفصل أحدهما فقدم ما شئت منهما إن أمن اللبس نسل الدرهم أعطيته إياك فإن لم يؤمن فإن لم يؤمن التباس المعنى وجب تقديم ما يزيل اللبس وإن كان غير الأخص فتقول زهير منعتك إياه إن أردت منع المخاطب أن يصل إلى الغائب ومنعته إياك إن أردت منع الغائب أن يصل إلى المخاطب ومنه الحديث إن الله من لك إياهم ولو شاء لمن لك هم إياكم وإن اتحد الضميران في الرتبة كأن يكون للمتكلم أو المخاطب أو الغائب وجب فصل أحدهما مثل أعطيته إياه وسألتني إياي وخلتك إياك عنوان الضميران البارز والمستتر الصفحة الثانية والعشرون بعد المعام الضمير البارز ما كان له صورة في اللفظ كالتاء من قمت والواوي من كتب ولياء من اكتبي والنون من يقمنا والضمير المستتر ما لم يكن له صورة في الكلام بل كان مقدرا في الذهن ومنويا وذلك كالضمير المستتر في اكتب فإن التقدير اكتب أنت وهو إما للمتكلم كأكتب ونكتب وإما للمفرد المذكر المخاطب نحو اكتب وتكتب وإما للمفرد الغائب والمفردة الغائبة نحو علي كتب وهند تكتب وهو على قسمين مستتر وجوبا ويكون في ستة مواضع الأول في الفعل المسند إلى المتكلم مفردا أو جمعا مثل اجتهد ونجتهد الثاني في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب مثل اجتهد الثالث في اسم الفعل المسند إلى متكلم أو مخاطب مثل أف وصه الرابع في فعل التعجب الذي على وزن ما أفعل مثل ما أحسن العلم الخامس في أفعال الاستثناء وهي خلا وعدى وحاشى وليس ولا يكون مثل جاء القوم ما خلا زهيرا أو ليس زهيرا أو لا يكون زهيرا فالضمير فيها مستطر وجوبا تقديره هو يعود على المستثنى منه وقال قوم إنه يعود على البعض المفهوم من الاسم السابق والتقدير جاء القوم خلا البعض زهيرا وقال قوم إنه يعود إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل قبله والتقدير جاء القوم خلا الجاء أو لا يكون الجاء زهيرا وقال آخرون إنه يعود على مصدر الفعل المتقدم والتقدير جاء خلا المجيء زهيرا والقولان الأولان أطرب إلى الحق والصواب ومن العلماء من جعلها أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول لأنها محمولة على معنى إلا فهي واقعة موقع الحرف والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك فما بعدها منصوب على الاستثناء وهو قول في نهاية الحذق والتدقيق وسيأتي بسط ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب السادس في المصدر النائب عن فعله نحو صبرا على الشدائد ومستطر جوازا ويكون في الفعل المسند إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة مثل سعيد اجتهد وفاطمة تجتهد ومعنى استطار الضمير وجوبا أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامة فلا يرفع إلا الضمير المستطر ومعنى استطاره جوازا أنه يجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر فهو يرفع الضمير المستطر تارة والاسم الظاهر تارة أخرى فإذا قلت سعيد يجتهد كان الفاعل ضميرا مستطرا جوازا تقديره هو يعود إلى سعيد وإذا قلت يجتهد سعيد كان سعيد هو الفاعل أما إن قلت نجتهد كان الفاعل ضميرا مستطرا وجوبا تقديره نحن ولا يجوز أن يقوم مقامه اسم ظاهر ولا ضمير بارز فلا يقال نجتهد التلاميذ فإن قلت نجتهد نحن فنحن ليس الفاعل وإنما هو توكيد للضمير المستطر الذي هو الفاعل وإنما لم يجوز أن تكون هي الفاعل لأنك تستغني عنها تقول نجتهد والفاعل عمدة فلا يصح الاستغناء عنه عنوان ضمائر الرفع والنصب والجر الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئة الضمير قائم مقام لاسم الظاهر فهو مثله يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا كما يقتضيه مركزه في الجملة لأن له حكمه في الإعراب فالضمير المرفوع ما كان قائما مقام اسم مرفوع مثل قمت وقمتي وتكتباني وتكتبونا والضمير المنصوب ما كان قائما مقام اسم منصوب مثل أكرمتك أكرمتهن وإياك نعبد وإياك نستعين والضمير المجرور ما كان قائما مقام اسم مجرور نحو أحسن تربية أولادك أحسن الله إليك وإذا وقع الضمير موقع اسم مرفوع أو منصوب أو مجرور يقال في إعرابه إنه في محل رفع أو نصب أو جر أو إنه مرفوع محلا أو منصوب محلا أو مجرور محلا عنوام عود الضمير الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئة إن كان الضمير للغيبة فلابد له من مرجع يرجع إليه فهو إما أن يعود إلى اسم سبقه في اللفظ وهو الأصل مثل الكتاب أخذته وإما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا متقدم عليه رتبة أي بحسب الأصل مثل أخذ كتابه زهير فالهاء تعود إلى زهير المتأخر لفظا وهو في نية التقديم باعتبار رتبته لأنه فاعل وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنا لا لفظا مثل اجتهد يكن خيرا لك أي يكن لاجتهاد خيرا لك فالضمير يعود إلى لاجتهاد المفهوم من اجتهد وإما أن يعود إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى إن كان سياق الكلام يعينه كقوله تعالى واستوت على الجودي فالضمير يعود إلى سفينة نوح المعلومة من المقام وكقول الشاعر إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدماء فالضمير في قطرة يعود إلى السيوف التي يدل عليها سياق الكلام والضمير يعود إلى أقرب مذكور في الكلام ما لم يكن الأقرب مضافا إليه فيعود إلى المضاف وقد يعود إلى المضاف إليه إن كان هناك ما يعينه كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا وقد يعود إلى البعيد بقرينة دالة علي كقوله سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالضمير المستتر في جعلكم عائد إلى الله لا إلى الرسول عنوان ضمير الفصل الصفحة السابعة والعشرون بعد المئة قد يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر ضمير يسمى ضمير الفصل ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد نحو زهير هو الشاعر وظننت عبد الله هو الكاتب وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحا وصورته كصورة الضمائر المنفصلة وهو يتصرف تصرفها بحسب ما هو له إلا أنه ليس إياها ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين بكان وظن وإن وأخواتهن تابع لدخوله بينهما قبل النس ولا تأثير له فيما بعده من حيث الإعراب فما بعده متأثر إعرابا بما يسبقه من العوامل لا به قال الله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وقال إن كان هذا هو الحق وقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وضمير الفصل حرف كما قدمنا وإنما سمي ضميرا لمشابهته الضمير في صورته وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل بينما هو خبر أو نعت لأنك إن قلت زهير المجتهد جاز أنك تريد الإخبار وأنك تريد النعت فإن أردت أن تفصل بين الأمرين أول وهلة وتبين أن مرادك الإخبار لا الصفة أتيت بهذا الضمير للإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر عما قبله لا نعت الله ثم إن ضمير الفصل هذا يفيد تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط ومن العلماء من يسميه عمادا لاعتماد المتكلم أو السام عليه في التفريق بين الخبر والنعت عنوان ستة أسماء الإشارة الصفحة الثامنة والعشرون بعد المئة اسم الإشارة ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها إن كان المشار إليه حاضرا أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنا أو ذاتا غير حاضرا وأسماء الإشارة هي ذا للمفقد المذكر وذاني وتاني للمثنى المذكر وذه وته للمفردة المؤنثة وتاني وتيني للمثنى المؤنث وأولئي 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 بالمد والقصر والمد أفضح لجمع المذكر والمؤنث سواء أكان الجمع للعقلاء كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أم لغيرهم كقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقول الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام لكن الأكثر أن يشار بها إلى العقلاء ويستعمل لغيرهم تلك قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس ويجوز تشديد النون في متنى ذا وتا سواء أكان بالألف أم باليا فيقال ذاني وذايني وتايني وقد قرئ فذانك برهاناني كما قرئ إحدى ابنتي هاتيني بتشديد النون فيهما ومن أسماء الإشارة ما هو خاص بالمكان فيشار إلى المكان القريب بهنا وإلى المتوسط بهناك وإلى البعيد بهنالك وثم ومن أسماء الإشارة ما تلحقه كثيرا ها التي هي حرف للتنبيع فيقال هذا وهذه وهاتيني وهؤلاء وقد تلحق ذا وتي الكاف التي هي حرف للخطاب فيقال ذاك وتيك وقد تلحق هما هذه الكاف مع اللام فيقال ذلك وتلك وقد تلحق ذاني وذيني وتاني وتيني وأولائي كاف الخطاب وحدها فيقال ذانك وتانك وأولائك ويجوز أن يفصل بينها التنبيهية واسم الإشارة بضمير المشار إليه مثل ها أنا ذا وها أنت ذي وها أنتما ذاني وها نحن تاني وها نحن أولائي وهو أولى وأفصح وهو الكثير الوارد في بليغ الكلام قال الله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم والفصل بغيره قليل مثل ها إن الوقت قد حان والفصل بكاف التشبيه في نحو هكذا كثير شائع عنوان مراتب المشار إليه الصفحة التاسعة والعشرون بعد المئة للمشار إليه ثلاث مراتب قريبة وبعيدة ومتوسطة فيشار لذي القرب بما ليس فيه كاف ولا لام كأكرم هذا الرجل أو هذه المرأة ولذي الوسط بما فيه الكاف وحدها كاركب ذاك الحصان أو تيك الناقة ولذي البعد بما فيه الكاف واللام معا كخذ ذلك القلم أو تلك الدوات عنوان فوائد ثلاث الصفحة التاسعة والعشرون بعد المئة واحد ذاني وتاني يستعملان في حالة الرفع مثل جاء هاذان الرجلان وهاتان المرأتان وذين وتين يستعملان في حالتين نصب والجر مثل أكرم هاذين الرجلين وهاتين المرأتين ومررت بهذين الرجلين وهاتين المرأتين وهما في حالة الرفع مبنيان على الألف وفي حالتين نصب والجر مبنيان على الياء وليس معربين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر كالمثنى لأن أسماء الإشارة مبنية لا مغربة فمن العلماء من يعربها إعراب المثنى فلم يخطئ محجة الصراب أما قوله تعالى إن هاذان لساحران في قراءة من قرأ إن مشددة فقالوا إنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في أحوال الرفع والنصب والجر إثنان ذه وته هما بسكون الهاء وكسرها وإن كسرت فلك أن تختلس الكسرة وأن تشبعها فتمدها ثلاثا كاف الخطاب حرف وهي ككاف الضمير في حركتها وما يلحق بها من العلامات تقول ذاك كتابك يا تلميذ وذاك كتابك يا تلميذ وذاكما كتابكما يا تلميذان ويا تلميذتان وذلكم كتابكم يا تلاميذ وذلكن كتابكن يا تلميذات عنوان سبعة الاسماء الموصولة الصفحة الثلاثون بعد المئة الاسم الموصول ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعد وتسمى هذه الجملة صلة الموصول والاسماء الموصولة قسمان خاصة ومشتركة عنوان الموصول الخاص الصفحة الثلاثون بعد المئة الاسماء الموصولة الخاصة هي التي تفرد وتسمى وتجمع وتذكر وتؤنث حسب مقتضى الكلام وهي الذي للمفرد المذكر والذان والذين للمثنى المذكر والذين للجمع المذكر العاقل والتي للمفردة المؤنثة واللتان والتين للمثنى المؤنث واللات واللوات واللائي بإثبات الياء وحذفها للجمع المؤنث والأولى للجمع مطلقا سواء أكان مذكرا أم مؤنثا وعاقلا أم غيره تقول يفلح الذي يجتهد والذان يجتهدان والذين يجتهدون وتفلح التي تجتهد والتان تجتهدان واللاتي أو اللواتي أو اللائي يجتهدن ويفدح الأولى يجتهدون وتفلح الأولى يجتهدن واقرأ من الكتب الأولى تنفع واللذان واللتان تستعملان في حالة الرفع مثل جاء اللذان سافرا واللتان سافرتا واللذين واللتين تستعملان في حالتين مصب والجر مثل أكرمت اللذين اجتهد واللتين اجتهدتا وأحسنت إلى اللذين تعلم واللتين تعلمتا وهم في حالتين الرفع مبنيان على الأرف وفي حالتين نصب والجر مبنيان على الياء وليست معربتين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كالمثنى لأن الأسماء الموصولة مبنية لا معربة ومن العلماء من يعربها إعراب المثنى وليس ببعيد عن الصواب انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر